آخر حرب على نتاة أمريكا كانت الحرب العالمية كل الحروب اللي دخلتها بعدها ما فيه إعلان رسمي للحرب طيب القنبلانوية دائما يذكر أنها بيد الرئيس هذي من ضمن يعني من ضمن استثناءات الطوارئ اللي يسمونها الفوتبول هذه الشنطة اللي فيها شفرات إطلاق السلاح النووي هذه مع الرئيس في كل وقت يعني فيه واحد ملازم لو تنتبه للرئيس في أي مكان تلقى فيه واحد جنبه شايل شنطة كبيرة هذه اللي تطلق الصاريخ النووية من أي مكان أي مكان يكون الرئيس فيه تكون الشنطة معه أهلاً هذا فنجان من ثمانية وأنا عبد الرحمن أبو مالح أمريكا هي اليوم الدولة تؤثر على كل دول العالم دون استثناء ومع ذلك نادراً تلقى فهم عربي لهذه الدولة لا دراسات ولا أبحاث عن كيف تفكر هذه الدولة وكيف تصنع قراراتها ولأن هذا ما بدوري فبخلي المؤسسات وباحثي لكن دوري لأنه ليش رح الفكرة العامة لهذه الدولة للناس أعتقد فهم أمريكا يشرح للناس كثير من الشؤون السياسية العالمية والعربية إذا كان الرئيس الأمريكي ما يقدر يعلن إعلان حرب فمن أمر بغزو العراق؟ من سحب القوات من أفغانستان؟ هل الرئيس صاحب أعلى سلطة؟ أم أن الكونغرس هو الأعلى؟ أم لا؟ هل هي اللوبيات التي تؤثر في صناعة القرارات والسياسات الخارجية والداخلية؟ صدر قانون جاستا اللي يمنع الحصانة عن الدول الخارجية ومنعها الرئيس لكن أقر على أي تحق فكيف أقر وكيف تقر مثل هذه القوانين؟ كيف يستطيع الرئيس التدخل في الشركات والقطاع الخاص ومنعهم من العمل مع شركات صينية؟ أو كيف يجب الرئيس أن شركة تباع إلى أخرى بالقوة؟ تلقى أمريكان وغير أمريكان يعرفون ما لا نعرف عن تاريخنا ومجتمعنا وإحنا بالكاد نعرف عنهم اللي نعرف من الأفلام والمسلسلات وهذا ممكن على نطاق الأفراد أو الحكومات أذكر كتاب الغازي القصيبي أمريكا والسعودية يقوله بصيغة عامة عن الغرب أن الدول العربية ترسل سفراء إلى الغرب وهم حتى لغة الدولة لا يجيدونها خل عنك تاريخهم وسياساتهم وآلية عملها الحلقة هذه مع رجل لم أرى مهتم بالشأن الأمريكي الداخلي وسياساته أكثر منه يهتم بتفاصيل أجزمن أغلب الأمريكان غير مهتمين فيها ولا يعرفونها العزيز أحمد الحنطي يشرح في هذه الحلقة آلية عمل الدولة الأمريكية من طاق طاق إلى السلام عليكم قبل أن نبدأ شاركوني ملاحظاتكم وعراكم ونقدكم على بريد البرنامج وكذلك اقترحوا أسماء ومواضيع تهمكم وتظنوا أن التحدث عنها سيحدث فارقا في حياتنا اليومية على بريد البرنامج فنجان آت ثمانية دادكم أما الآن لنبدأ كثير من الناس يكلموني في تويتر دكتور أحمد أنا اسمني بدكتور والله أنت بتعطيني لقب أقرب لقب لي مهندس لأنه أنا مهندس برمجيات هذا التخصص اللي أنا درسته واللي أنا أشتغل فيه أنا موظف وهذا شغلي بس آخذ موضوع السياسة هذا يعني أنا درست البكاليديوس فأخذت البرتكال ساينس أخذتها تخصص فرعي ماينر كهواية يعني رغبة الشيء ولا اكتشفت اللي في آخر سمستر اللي أخذت مواد تكفي للماينر فمني متخصص أكاديمياً ولا عندي لقب أكاديمي يعادلينك متخصص أكاديمي أقول يقول يوميش نكتب قلت يبي كاتب يباحث في ذات اللي ينتبه أنا مهتم حتى أحياناً يقولون واشنطن ولا صحيح لهم خلى ما قلتها ولا تسألني طيب وش اسمها يعني أنت اليوم كم صار لك سنة من يوم أنت بديت تنشر محتوى لا أنا من 2016 2016 أي وبديتها بطريقة يعني غريبة لأنه أنا كان عندنا زملها فكنا نجتمع كل ويكند ونسولف وهذا فبيحكمني أنا مهتب بالشغلات هذي يسألوني خصوصاً أيام أنت أول مرة رشح ترامب نفسه الانتخابات الأولية وهذا فكنا نسولف فكنت أطلع يعني رغبتي في الحديث عن الموضوع هذا معهم فأتخرجه وراحه فبديت تتكلم في تويتر أولا كان عندي 200 متابعة سولف معهم بس كم الحين؟ الحين أعتقد 22 ألف فتشوف أنه لنت حديثك دائماً عن أمريكا أمريكا ما لها علاقة بأي شيء ثالي يعني ولا أرى أنت تتكلم عن الشأن الأمريكي الداخلي قدش تشوفه اهتمام الناس فيه؟ والله فيه يعني اهتمام الناس درجات يعني فيه ناس يعني ما شاء الله عليهم يعني يعني عايش في السعودية ومتابع أدق التفاصيل يعني لما يتناقش معك يسأل ويطرح أراء ثانية وتأخذ وتعطي معه تقوم تابع أدق التفاصيل وفيه ناس يحب يأخذ فكرة فتقوا حريص أنه يتابعك وخصوصاً فوقات يعني فيه انتخابات فيه أحداث معينة في كده يتابعك وفيه ناس كثير يا أخي أزعجتنا موضوع لا تتابعني أبوي طبعاً ما يقولون بالشكل هذا بس يعني لما يجي واحد من يعني مما عارف كل من شيء زي كده فيستحي أنه ما يتابعك فتقوا يقول يعني يقول ساحل ما أنا مالي في السياسة لم أري فيه ما فيه مشكلة ما فيه مشكلة لا بسيطة ليش أني ربعي ما تابعهم هذي بسيطة لا بسي تويتر حساس والله في ذي المواضيع لكن أصلاً ليش الدائل في الحلقة يعني هي حلقة عن أمريكا بالدرجة بس يجي في بالي إنه أمريكا مهمة جداً في قراراتها وشكلها وسياساتها تؤثر على سياسات العالم كلها فعلاً وعلينا وعلى كل الدول العربية فودي نفهمهم هم دائماً يفهموا إنه يدرسون لهجات إنه يدرسون أشياء كثيرة وهذا دور الأبحاث دور إنجليش لكن هنا ودي درتش ودي أفهم كيف أمريكا تشتغل لأن كثير ما يفهمها ذكر قرأت كتاب الغازي كانت ظهر أمريكا والسعودية مواجهة إعلامية وسياسية فكيف كان يشرح أنه العرب ما قدروا يفهمون أصلاً كيف الغرب يتحرك فعلاً يعني وهذا أحد الأسباب اللي خلتني يعني آخذ الموضوع بجدية أكبر إنه أمريكا هي الدولة العظمى يعني الأكبر الأعظم يعني يقال إنه سياسة القطب الواحد انتهت هذا قد يكون صحيح ولكنه تبقى أمريكا هي رقم واحد بفارق كبير في التأثير على العالم وهي حليفنا استراتيجي الأهم فبالتالي حالنا لازم نعرفها من جوة نعرف كيف الأمريكاء يفكرون كيف يتصرفون كيف يتخذون قراراتهم لأنه بالشكل هذا أنت تقدر يعني تقدر تستنتج وش بيسوون في المستقبل وش بيصير كيف بتكون ردود فعلهم لأنه بحكم نظامهم لأنه نظامهم يعني ديمقراطي وشفاف عملية صنع القرار بدرجة كبيرة مكشوفة فإذا فهمتها تقدر تستنتج كيف بتكون قراراتهم فعشان كده دائماً أنا ما أحاول أركز على وش الصح ولوش الخطأ ولوش الكويس ولوش الشين أنا أركز وش اللي قاعد يصير وش الناس تقول وش الناس تفكر وش السياسيين يقولون يفكرون هذا هو المهم صح وهذا هو المهم وهذه الحلقة إن شاء الله طبعاً ودي أفهم حاجات أساسية خلنا نشرح الأساسيات ففي أمريكا ندوم السلطة الثلاث بالضبط التشريعية والتنفيذية والقانونية والقضائية القضائية فودي أعرف إذا نبدأ بالتشريعية لودي أفهم وصلاً وش مكونات السلطة التشريعية طبعاً السلطة التشريعية مكونوا من الكونغرس الكونغرس مجلسين اللي هو مجلس الشيوخ ومجلس النواب ينتخبون من قبل الولايات طبعاً بالنسبة للمجلس الشيوخ كل ولاية تنتخب يعني شيخين بينما مجلس النواب على حسب عدد السكان أي عدد سكان الولاية هو ليحدد كم لها من مقعد وتعاد عملية الحساب هذي كل عشر سنوات السلطة التشريعية عندها يعني ثلاث صلاحيات رئيسية التشريع استرقوانين المال هي المسؤولة عن يعني ما حد يقدر يصرف دولار في الحكومة الفدرالية بدون موافقة مجلسين مين أي المجلسين؟ كلهم كلهم لأنه الميزانية تصدر الميزانية الفدرالية تصدر بقرارات من الكونغرس تصوت عليها كل سنة السلطة الثالثة خاصة في مجلس الشيوخ اللي هي اعتماد الوظائف السياسية واعتماد القضاءات الوظائف السياسية يسمونها وظائف سياسية لأنه الرئيس هو اللي يرشح الموظفين الوزراء وبعض من اللي تحت الوزراء عددهم ما هو صغير ولكن مقارتا بحجم الحكومة الفدرالية يعتبر صغير يعني تتكلم الحكومة الفدرالية فيها أكثر من مليونين موظف فلما تقول فيها أربعة تلاف وظيفة سياسية أربعة تلاف رقم كبير ولكن مقارتا من مليونين ولا شيء فهدول يرشحهم الرئيس مجلس الشيوخ يصوت على الموافقة هل يوافق على الترشيح ولا لا فهذه هي السلطات الرئيسية للكونغرس يعني الثلاث سلطات هذه طبعا إعلان الحرب رضوطة من سلطات الكونغرس مو من سلطات الرئيس آه فالحين عندهم إعلان الحرب أي الميزانية واعتماد الوظائف الوظائف الفدرالية أي وإيش كمال قلنا حن الميزانية واعتماد الوظائف والتشريع استرقاني آه استرقاني اللي هو الرئيسية هذه السلطة تشريعية آه طيب وش الفرق بين المجلس الشيوخ ومجلس النواب وش اللي يسويه هذا المجلس أو هذا المجلس هو مجلس الشيوخ يعتبر أعلى من مجلس النواب نظريا ولكنه عمليا يعني صاروا شبه متوازية الفرق الفرق الرئيسي أنه السناتور ينتخب كل ست سنوات بينما يقومون مجلس النواب كل سنتين كل سنتين طيب كل سنتين يعاد انتخابه ممكن ينجحه ممكن يخسر مجلس الشيوخ لا كل ست سنوات طبعا العدد مختلف تماما لأنه هذولي 435 مجلس النواب بينما 100 في مجلس الشيوخ وهو التوزيع اللي ذكرناه قبل شوي اللي هو أنه هذولي على حسب عدد السكان بينما هذولي لأثنين من كل ولاية فمن أساس فكرة التأسيس أنه مجلس الشيوخ يكون أعلى من مجلس النواب وأنه المفروض أنه القوانين تبدأ من مجلس النواب وإذا مجلس النواب صوت بتمرير القانون يروح لمجلس الشيوخ بعد مجلس الشيوخ يروح للرئيس اللي حاصل الآن أنه لا ممكن تيجي من هنا أو من هنا يعني مع التطور السياسة لأنه ما في شيء مكتوب يعني في الدستور أنه لازم يبدأ من هنا بعدين يروح هنا بس كان عرف بس ايه كان هذا المتبع فتغيرت النقطة الثانية وهي نقطة مهمة مجلس النواب له رئيس مجلس الشيوخ ماله رئيس فيه رئيسين لمجلس الشيوخ فيه رئيس هذا عادة يكون أقدم الأعضاء من حزب الأغلبية هذا رئاسة شرفية يعني ما له سلطات فعلية الرئيس الرسمي هو نائب الرئيس نائب الرئيس هو رئيس مجلس الشيوخ ولكن أيضا حتى نائب الرئيس سلطاته شكلية يعني ما يصوت ولا يحدد طريقة عرض القوانين للتصويت ولكنه فعليا إذا تعادلت الأصوات يكون هو صوت المرجح نائب الرئيس فكون المجلس فيه مجلس النواب لا مجلس النواب رئيس مجلس النواب حاليا نانسي بالوصي هو ليحدد شي اللي يطرح للتصويت شي اللي ما يطرح إذا القانون هذا ما يطرح خلاص أنتها الموضع نقدم نور السطر إذا عندها هذه السلطة أنت تقدر تمنع أي شي من طرح من التصويت إضافة إلى أنه وإذا ما طرح التصويت أصلاً ما يروح لمجلس الشيوخ أصلاً ما يتهر ممكن يصوته فيه قوانين كثيرة يصوت عليها في واحد من المجلسين والمجلس الثاني يرفض أصلاً يصوت عليها وإذا رفض لا يمكن أن يصير لا لا يعني في حيل ولكنها لا تنجح إلا في حالات محددة يعني في ظروف معينة لازم تتوافر عشان تنجح الحيلة هذه غير كذا ما تنجح أحياناً حتى يعني حتى رئيس مجلس الشيوخ اللي هو اللي هو زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ له السلطة على موضوع الطرح الطرح للتصويت ولكنه ما يزي مجلس النواب يعني أقل بكثير الشيوخ كأفراد كأعضاء في المجلس سلطتهم أعلى من اي ناحية؟ من ناحية يعني وش يسمح له يسوي وش ما يسمح له يسوي يعني زعيم الأقلية في أي لجنة من اللي جاء مجلس الشيوخ ممكن يوقف أي مشروع في اللجنة بينما في مجلس النواب الموضوع أصعب لأنه الشيخ يعتبر أعلى من النائف طيب رئيس مجلس النواب وشلون يصير رئيس ينتخب؟ ينتخب من قبل أعضاء المجلس فهو يكون نائب أصلا؟ أي يكون نائب أصلا والقيادات الحزب داخل المجلس أكثر أكثر من منصب يعني فيه طبعا يا يكون أقلية يا يكون أغلبية بس المسميات نفسها فعندك اللي هو اللي سمونه الكوكس رئيس الكوكس اللي هو يعني هذا رقم تلعثة وفيه الويب الويب هذا اللي هو شغلته يضغط على الأعضاء عشان يصوتون زي ما الحزب يبي شغلته يجمع أصوات على أساس أنهم يعني سواء بالعصى أو بالجزرة عند السلطة ولا هو بس إيه لأنه من قيادات الحزب الحزب هو اللي يدعم العضو لما تيجي عندك انتخابات لما تيجي عندك شغلات إذا الحزب ما يدعمك يعني احتمال خسارتك عالي قليل من السياسيين اللي يقدر ينجح بدون دعم الحزب بعدين يجي قائد الأغلبية أو قائد الآقلية إذا كانت الأغلبية الأغلبية تصوت لصالح شخص يختارونه من حزبهم يكون هو من المتحدث اللي هو رئيس المجلس ففي الحزب أغلبية يكون عندهم المتحدث يكون عندهم زعيم للأغلبية بينما حزب الأقلية يكون عندهم فقط زعيم الأقلية فهل يقدر استنتج أنه رئيس مجلس النواب هو أعلى واحد سلطة في الكونغرس كله؟ يعني هذا شيء غير مكتوب ولكنه من المتعارف عليه أنه ثاني أقوى رجل بعد الرئيس في أمريكا رئيس مجلس النواب وحتى في تسلسل الرئاسة يعني يقولك لو صار شيء للرئيس يمسك مكانه نائبه بعد النايب رئيس مجلس النواب هو الثالث في تسلسل السلطة أنه يصبح رئيس يصبح رئيس واليوم اللي هي نانسي بلوسي بلوسي طيب الآن نفرض أنه من وين يبدأ صناعة التشريع؟ من وين يبدأ صناعة القرار؟ صناعة القوانين تبدأ من اللجان غالبا أحد طبعا المجلس فيه لجان كثيرة كل لجنة مختصة بشغلات معينة فعادة يتم الطرح أنه أحد الأعضاء يتقدم المشروع يحاول يقنع آخرين يوقعون معه كمساندين لطرح المشروع يروح لللجنة اللجنة ممكن تدارسه صوت بطرحه على المجلس إذا اللجنة أقرت هذه اللجنة وش يا سلام؟ هذه اللجنة من أعضاء البرلمان من أعضاء سوى مجلس النواب أو مجلس الشيوخ يعني عندنا لجنة الاستخبارات عندنا لجنة الميزانية عندنا لجنة التعليم طبعا كثيرا تكون اللجنة لها أكثر من شغلة يعني أنا أعتقد التعليم أعتقد معها العمل فشغل اللجان هذا الناس ما تشوفه لأنه ما يكون عليه تركيز إلا للمهتمين جدا عاد بأدق التفاصيل بعد ما تعتمده اللجنة أنه المشروع هذا قابل يعني للتصويت لأنه يسويون تصويت داخلي إذا جاءت الأصوات لصالحه يروح للتصويت على كم عددهم عادة؟ تختلف اللجان يكونوا من الحزبين؟ من الحزبين نعم الأغلبية يعطي عدد من المقاعد داخل كل لجنة لحزب الأقلية فحزب الأقلية يرشح أعضاء اللجان حقينه اللي منطرفه وهذا يرشح بس الموافقة للمتحدث رسميا هو المتحدث والي يحدد فدائما رؤساء اللجان من حزب الأغلبية وعدد الأعضاء في كل لجنة للحزب الأغلبية أكثر وتعينهم يتم شلو يعين عضو المجرس عضو لجنة؟ مثل ما قلت لك يرشح للمتحدث والمتحدث وليصدر القرار يحدد لأنه قبل فترة تذكر تردوا هذه غرين من عضوية اللجان صوتوا على طردها وطردوها طارت ما هي بعضوها في أي لجنة ويمدي أن لجنة تصير كلها حزب واحد لا لأن هذا من الأعراف الغير مكتوبة قد يكون في قانون تفصيلي بس ما هي موجودة في الدستور أنه يكون لابد أن الحزبين يكونوا موثلي لأنه ليس معقول يعني يكون أنا عندي مقعد في مجلس النواب من الأربعمائة وخمسة وثلاثين وتقول لي ما تبع عضو في أي لجنة وشي يصوي يجن مو غير منطقي يعني حتى يعني إخراج العضو من اللجان يعتبر عقاب ويتنافسون على اللجان الأقوى والأهم أعطني مثال لفكرة قانون مثلا وإش لن بيبدأ من يعني مثلا فأنا عضو لجنة أقترح قانون مقين أي تقترح القانون هذا يتم تدارسه وبعدين يكتب يكتب مسودة بعدين المسودة هذه يصوتون عليها بعدين تعاد كتابتها مرة ثانية لأنه اللي يصيغونها عادة أن يكونون يعني محامين متخصصين بحيث أن تصاق سياغة قانونية محكمة قدر المستطاع بعدين تروح لقيادة المجلس لو افترضنا مجلس النواب يعني تروح لنانسي بلوسي نانسي بلوسي يتقرر أنه هذا القانون بنصوت عليه في اليوم الفلاني طبعا قبل التصويت يعطون فترة للمداولات كل واحد ممكن من الأعضاء أي عضو في المجلس يطلب الكلمة وله فترة معينة في مجلس الشيوخ ما هم محدودين يتكلم على كيفه في مجلس النواب عنده 15 رقيقة بس طبوش فيه اللي هي سارفة أن يقدر يطول الفليبستر الفليبستر هذه قصتها عجيب هذه في النواب صح؟ مو في الشيوخ هذه في الشيوخ عشان كده الفليبستر الفكرة أنه عضو مجلس الشيوخ ما في شيء في النظام يوقفون الكلام هناك 15 دقيقة هناك ورئيس المجلس يقدر يوقف اسكت ويجلس انت على الموضوع هذاك محد يقدر يوقف هذاك محد يقدر يوقف يبتر ففكرة الفليبستر أنه يستمر في الكلام لين تنتهي مدد التصويت فيسقط القانون طبعا هذا غير مطبق الحين المطبق الحين هو الشو مجرد ما يقول واحد من الأعضاء أنه أنا بسوي فليباستر يسقط القانون لين ما يبغني انتظرون لأنه يدري أنه يقدر سويها لا ولأنها صعبة لا تنسى كثير من الأعضاء ما يشترى شيبان يعني عمرهم بالسبعين والثمانين فأوكي أنا لو استقعت لك ما خليتك تسوي الفليباستر بدون ما توقف بكرة بيتجدر عليه ففي دعوات الحين يعني شديدة للعودة اللي يسمونه سبيكنك فليباستر أنه لا إذا بيسوي فليباستر لازم يقعد يتكلم إليين تنتهي المدة تتكلم عن أي شيء يهمش أن يسعد شي اسمه تيد كروز قبل كم سنة سوى يعني فليباستر استعراضي قاعد يقرأ شي اسمه هذا حق الدكتور سوس قصص أطفال يعني يقول ليه يبي ما حد له علاقة فيه هو يقعد يتكلم إليين يخلص مدة التصويت طيب الآن الفليباستر نفسه عليه كلام إنهم يبغون يلغونه أصلا من وين يبدأ إلغاء إذا نبغى نفترض إنه الآن في شيء يبغون يلغونه الفليباستر أصلا وين منصوص عليه منصوص عليه في التنظيم الداخلي لمجلس الشيوخ فيغير بتصويت الأعظام مجلس الشيوخ النواب ما يقدر لا لا هذا ما العلاقة في النواب هذا العلاقة في مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ نفسهم يصوتون ويلغونه الفليباستر ألغي فيه بعض الشغلات يعني في التعينات الفكرة أنه عندنا قل أنه يستمر يتكلم ما حد يقدر يوقفه فعليا إذا صوت ستين عضو على أنه يسكت يسكت فعشان كده صار الأغلبية المفروضة أنها النصف زائد واحد يعني خمسين وناب الرئيس انتهى الموضوع صارت أغلبية فبس يقولك لا كل القوانين الحين تحتاج ستين صوت لأنه الستين هي اللي توقف في الفليباستر يغير يتم التصويت أنه نغير القاعدة هذه إن شاء الله أول مرة إن شاء الله أول شي في التعينات في التعينات الحين ما فيها في الفليباستر خلاص وهذا اللي جهلها الدمقراطيين أيام أوباما لما فاز أوباما في إعادة الانتخاب في 2012 وقفوا الجمهوريين كل التعينات كانوا أقلية وقتها ما كانوا أغلبية فصور فضوا التصويت على أي تعيين كل ما طلع تعيين سوا في الفليباستر فكان وقتها هاري ريد هو زعيم الأغلبية الدمقراطية طرح موضوع تغيير القانون فيما يخص التعينات ومررها وقدر أوباما يكمل مجلس الوزراء حقه بدون كان ممكن أن يكعد تكيدوا الوظائف شاغرة جاء بعدها طبعا هنا تكلمنا على الوظائف السياسية وفي الوظائف اللي يسمونها الكرير الناس يعني مثلا في وزارة الخارجية عندك الوزير وبعض مساعدين وهذولي وظائف سياسية اللي من تحتهم كلهم لا هذولي موظفين خارجي محترفين اللي لوا عشرين سنة وللوا ثلاثين سنة في وزارة الخارجية هذولي هم اللي يديرون العمل هذولي يستمرون في دارة العمل لأنه ما يتغيرون بغض النطر عن رئيس ما يتغيرون فالعمل ما يتعطل ولكنه الخطط الاستراتيجية والتوجهات العامة تتعطل لأنه ما فيه قيادات عليا في عالم التحول الرقمي فيه ممجرد خيار وقطاع حجمه محليا حوالي 169 مليار ريال جينا لتمكين قطاع المطاعم من إنجاز هذا التحول فوديكس الأولى عربيا في تقنية إدارة المطاعم أنا برجعك كدي مالش لأنه جل فلبستر وطلعنا بس الآن عندنا اللجنة تعرض فكرة القانون فكرة القانون تطرح رئيس المجلس يحدد موعد لتصويت على هذا القانون في صوتون عليه طبعا فيه إجراءات تفصيلية يعني كم يقعد في المداولات ينصوت هل ينتداول عليه ولا لا إجراءات متعددة إلي أن توصل للتصويت النهائي يا نعم يا لا إذا صوتت أغلبية الأعضاء اللي حاضرين في المجلس نعم يمر القانون أو أنها تكون بدأت في مجلس الشيوخ يرسلونه المجلس النواب في مجلس الشيوخ عادة إذا كان القانون جاي من المجلس الآخر ممكن يمر على اللجنة المعنية في المجلس وممكن لا يطرح للتصويت مباشرة غالبا يكونوا مبادين في المشروع بكل المجلسين في نفس الوقت يعني القوانين الكبيرة هذول يسوون نسختهم هذول يسوون نسختهم بعد كذا واحد من المجلسين يتبنى نسخه حقة المجلس الثاني يطرح على التصويت عنده لما يصوت المجلس الثاني ويمر القانون بالأغلبية يروح للرئيس الرئيس ممكن يوقعه ممكن يرفض وإذا رفضت إذا رفض الرئيس هذا اللي يسمونه الفيتو أيوة إذا رفض الرئيس الكونغرس قدامه خيارين الخيار الأول أن يستسلم الأمر الواقع خلاص الرئيس سوى فيتو والقانون هذا سقط الخيار الثاني أنه لا يصوت لإسقاط الفيتو حق الرئيس أنه القانون يمر غصب على الرئيس هذه ما تمر بالأغلبية لازم ثلثين الأعضاء في مجلس الشيوخ وثلثين الأعضاء في مجلس النواب يصوتون ضد الفيتو حق الرئيس إذا حدث هذا التصويت يلغى الفيتو ويمر القانون غصب على الرئيس فهذا اللي حصل مثلا مع جاستو إيه جاستو بالضبط أنه أوباما يعني سوى فيتو ضده فهو كان مشروع كان قانون أيهو كان مشروع قانون يعني للعقوبات ضد الأعمال الإرهابية لأنه القانون الدولي والقانون الأمريكي ينص على وجود حصانة للدول الأخرى يعني الأي جهات دبلوماسية عندها حصانة من القضاء يعني حتى لما رفعت القضية ضد السعودية في موضوع 11 سبتمبر المحامين رأوا أنه أسلم مسار أنك لا تقول أنا عندي حصانة ما حد يقدر رفع قضية ضدي فما يحتاج أصلا ننظر في التفاصيل فرفضت القضية بناء على القانون اللي كان قائم وقتها جايزة حط استثناء أنه إذا كان عمل إرهابي على الأراضي الأمريكية لا تسقط الحصانة والقانون هذا كان يعني قانون شعبوي فكان من يعني من الصعب أنه أحد يوقف ضده يعني ما وقف ضد القانون هذا اللي اثنين بس أوباما وهاري ريد اللي كان زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ كان الديمقراطي الأثنين هذولي هم اللي يوقفوا ضد القانون ولكنه مرر يعني وكسر الفيتو حق الرئيس في عهد أوباما في عهد أوباما نعم لأنه دورة الكونغرس مدتها سنة ثين يعني الدورة الحالية بتنتي في نهاية السنة هذه أي قانون الآن أي مشروع قانون الآن شغال في الكونغرس في نهاية الدورة خلاص ولا كأنه صار إذا لم يعتمد قبل نهاية الدورة ينتهي الدورة الجديدة تبدأ من جديد فيه قوانين تعرض من سنوات كل سنة كل دورة يحاولون يمررونها من جديد ولا تمر من يحدد الاستراتيجيات قيادات الحزاب قيادات الحزاب داخل المجلس استراتيجيات الدولة لا نتكلم على استراتيجيات القوانين التشريع استراتيجيات الدولة تضع على مؤسسات مؤسسات الدولة يعني فيه عدد كبير من المؤسسات سواء كانت مؤسسات حكومية تابعة للحكومة أو مركز أبحاث كل مرشح للرئاسة يتواصل مع عدد كبير من المفكرين والباحثين يطلب منهم أنهم يعدون له الدراسات في كل المواضيع فهو يدخل الرئاسة وهو عنده مختار كل الدراسات والأبحاث اللي يرى تطبيقها إضافة إلى أنه كثيرا ما تتغير سياسة الرئيس بعد الفوز لأنه في معلوات كثير لا يطلع عليها إلا المسؤولين الحكوميين فبعد ما يصبح الرئيس يطلع على كل شيء يطلع سواء على المعلومات أو حتى على الدراسات اللي تسويها أجهزة الدولة زي وزارة الدفاع وزارة الخارجية الاستخبارات هذه كلها عندها دراساتها الخاصة اللي ما حد يشوفها إلا المسؤولين الحكوميين فلما يطلع الرئيس على الأشياء هذه كثيرا ما يغير من يعني توجهاته وآراءه بناء على المعلومات هذه طب الآن يجي الرئيس اللي هي السلطة التنفيذية نعم وش مكونات السلطة التنفيذية؟ السلطة التنفيذية هي عبارة عن الرئيس ونائب الرئيس ومجلس الوزراء وبعدين كل عضو في مجلس الوزراء يرأس جهاز حكومي سواء كان وزارة أو وكالة لأنه عنده مسميات مختلفة على حسب حجم الجهاز إضافة إلى أنه في أجهزة يعني رأس الجهاز ما هو عضو في مجلس الوزراء مثل؟ يعني ما يحضرني شيء معين الحين بس فيه كثيرا أعتقد مثلاً إذا أمني بغلطان الـ ATF اللي هي حقة الأسلحة والتبغ رئيسها أعتقد أنه ما هو عضو في مجلس الوزراء أعضام مجلس الوزراء 15 هذول يسمونهم الكابينت ميمبر فهذول كلهم واللي تحتهم عاد تبدأ التفرعات هذه كلها تتبع للجهاز التنفيذي اللي رئيسه الأعلى رئيس الدولة ويش صراحيات السلطة التنفيذية؟ السلطة التنفيذية هي اللي تنفذ يعني هي اللي تدير الدولة هي اللي تنفذ عمل الدولة الدستور الأمريكي حط توازنات ما بين السلطات الثلاث فيعني يجي الكونغرس يسترق قانون معين مثلاً يقول للقانون هذا أنه يجب المحافظة على نقاوة الهواء من التلوث تجي الـ EPA اللي هي إدارة البيئة هذه تنفذ العملية هذه طب كيف تنفذها طب كيف نحافظ على الهواء نقي بعيد عن التلوث تحط standards أنه لازم ما يتعدى النوع الفلاني من التلوث لازم ما يتعدى كمية كذا المصانع التي تشتغل في كذا لازم تسوي كذا تفاصيل تنفيذ القانون يحطها الجهاز التنفيذي الوزارة المعنية في الجهاز التنفيذي ويطبقونها طبعاً زي ما قلنا ما يقدرون يصرفون ولا دولار بدون موافقة الكونغرس الكونغرس يعتمد الميزانية السلطة التنفيذية عندها مرونة في الميزانية في داخل يعني هو مخصص للـ EPA مثلاً يعني رقم عشوائي مثلاً عشرة مليار يقدر يزيد لهذه شوي نقسمون هذه شوي من البنود حقته ما لم ينص الكونغرس أن الفلوس هذه مخصص للشيء هذا فقط هنا كده ما يقدرون يتحرر الكونغرس طبعاً فهو يقدر ينفذ التشريعات والقوانيين الموجودة يعني حسيت أن الحرب جزء من قدرة التنفيذية أو الرئيس الأفريكي لا حسب الدستور الجهة الوحيدة المخولة بإعلان الحرب هي الكونغرس ليس الرئيس هو رئيس القوات المسلحة؟ هو القائد الأعلى للقوات المسلحة لكنه لا يخوض حرب إلا بموافقة الكونغرس طبعاً فيه استثناءات للطوارئ وهذه اللي تستخدم ترى آخر حرب على نتاة أمريكا كانت الحرب العالمية يعني كل الحروب اللي دخلتها بعدها ما فيه إعلان رسمي للحرب كلها بقرارات مؤقتة أما مستندة للطوارئ أو مستندة لتفويض يعني لما أفعهد بوش بوش الإبن أعطى الكونغرس الرئيس تفويض باتخاذ أي تحركات عسكرية لمقاومة الإرهاب فحرب العراق وغزوها حرب كانت ضمن التفويض هذا والتفويض هذا استمر إلى وقت قريب يعني حتى طوال فترة أوباما كل العمليات العسكرية اللي تمت خلال فترة أوباما قصفوا سوريا واللي صار في العراق كله كان ضمن التفويض هذا فكان الرئيس يقدر يسويها بدون يعني رسمياً الرئيس لا يستطيع إعلان الحرب رسمياً ولكنه فيه ثغرات وش تعريف الطوارئ لأنه يقدر يختار الرئيس إذا أن الطوارئ ما يبقى لا الطوارئ لها قواعد تحدد فيما يخص الحرب اللي هو الهجوم على أمريكا أو الهجوم على مصالح أمريكا بشكل يعني يضر بمصالحها الاستراتيجية بالدرجة ملموسة هذا الشيء هو اللي يخول الرئيس باتخاذ ردة فعل مباشرة يعني لما صارت في الحرب العالمية أول ما صار الهجوم على بيرل هاربور أعلن الرئيس الأمريكي أنهم بدوا الاستعدادات ولكنهم فيما بعد صوت الكونغرس على أعلان الحرب ضد دول المحور فهي الغرض من الاستثناء هذا أنه تحرك بسرعة أنه نقدر نحرك سواء كانت أساطيل أو طيارات أو جنود بسرعة نتخذ ردة فعل سريعة إلين ما الكونغرس يرتب أموره لو الكونغرس يبغى يعلن الحرب والرئيس ما يبيه؟ لا هو الكونغرس ما يعلن الحرب اللي بناء على طلب الرئيس فالرئيس يطلب الرئيس ويطلب من الكونغرس والكونغرس اللي يوافق يرفض طيب القنبلة نوعية دائما يذكر أنها بيد الرئيس وينه يقدر يت هذه من ضمن يعني من ضمن استثناءات الطوارئ اللي يسمونها الفوتبول هذه الشنطة اللي فيها شفرات إطلاق السلاح النووي هذه مع الرئيس في كل وقت يعني فيه واحد ملازم لو تنتبه للرئيس في أي مكان تلقى فيه واحد جنبو شايل شنطة كبيرة هذه فيها هذه اللي تطلق الصاريخ النووية من أي مكان في أي مكان يكون الرئيس فيه تكون الشنطة معه وفيه ثلاث شفرات واحده مع الرئيس واحده مع أعتقد قائد الأركان لازم لازم كل الثنتين لازم كل الثنتين مهم دي رئيس الحالة هو طبعا قائد الأركان يتبع للرئيس فهو حسب القانون مجبر بإطاعة الرئيس بس هذه مجرد حماية يعني لا يصبح خطأ هذه حماية للخطأ وليس للحد من صلاحيات الرئيس طيب بالنسبة لل الرئيس يعين كل أعضاء مجرسة الوزراء أيه هو الرئيس يعين أعضاء مجرسة الوزراء ويعين مناصب من تحتهم وكال الوزراء ومساعدين الوزراء وبعض أحيانا توصل الأكثر من لفل هذا اللي كله معينهم الرئيس وفي تعينات في مناصب منصوص عليها اللي هي تعينات السياسية لازم يوافق عليها المجلس الشيوخ وفي مناصب لا اللي هي اللي يسمونها الكارير هذه لا الرئيس يقرر ويتوظف مباشرة بدون موافقة عزل الموظفين أي عزل الموظفين لازم موافقة لا العزل من الرئيس ولكنه عندنا نوعين من الموظفين عندنا القيادات العليا وعندنا الموظفين الصغار القيادات العليا الرئيس يعني يقدر يعزل أي واحد منهم الموظفين الصغار فصلهم صعب يعني يقولك فصل الموظف من الحكومة الفيدرالية هذا من أصعب الأشياء لدرجة أنهم أحيانا يكونون ما يبون الموظف يستمرون يصرفون له راتب بس عشان ما يدخلون في المتاهات حقا فصله طيب القرارات الرئاسية وش القرارات الرئاسية؟ اللي يسمونه هذا قرار تنفيذي هذه من ضمن صلاحيات الرئيس محطوطة على سستعطيل الرئيس مرونة يتجاوز فيها الكونغرس بس في حدود لو يعني إذا تخطأ في قرار سلطة التشريع يقدرون الكونغرس أو حتى أي أحد من الولايات مثلا أو أي شخص معني يمس القانون هذا بشكل أو بآخر يروح للمحكمة يقول هذا يتجاوز على سلطة الكونغرس وممكن تحكم المحكمة بسقاط القرار الرئيس أعطني مثال على قرار رأس أذكر كان أوباما أصدر قرار كان له يلاقب الهجرة فأسقط في المحاكم بايدن في أزمة كورونا أصدر قرار أن أي شركة عندهم أكثر من مئة موظف لازم يجبرون موظفينهم على التطعيم أسقط في المحاكم قالوا لا هذا مو منصلاحياتك هذا مصلاحيات الكونغرس طبعا أعطني شيء نفذ كثير كثير يعني شي اسمه يعني خلني حاول أتذكر قرار ترمب بناء الجدار الكونغرس رفض فأصدر قرار تنفيذي بتحويل بعض بنود الميزانية للإنشاءات حق الجيش اللي بناء أجزاء من الجدار في قرارات كثيرة تصدر وأحيانا ما حد ينتبه لها يعني ينتبهون أن الناس إذا كانت بارزة إذا كان الموضوع نوقش في الكونغرس ولمش ينتبهون إذا أصدر الرئيس قرار تنفيذي غير كذا تعدي متى يأثر الرئيس على مجلس على الكونغرس الرئيس يأثر على الكونغرس عن طريقتين أولا واحدة اللي يلفيتو لأنه اللي عنده صلاحية نهائية في اعتماد القانون الثانية عن طريق أعضاء حزبه لأنه إذا المشاريع الرئيس التشريعية الرئيس ما يقدر يترح على الكونغرس اللي يترحونها عضاء حزبه فأعضاء حزبه يشتغلون معه أننا نريد نسوي الموضوع هذا فلاني والتعديل فلاني على القانونين الحالية يقنع فيها مجموعة من أعضاء سواء النواب أو شيوخ يتبنون المشروع ويصير يمشي في المجلس ويبدأ الرئيس يمارس ضغوطه على بقية أعضاء الحزب في الكونغرس لتصوية الصالح التعديلات اللي هي بيها وهذا ما يشكل تعارض بين السلطتين لا هذا يعتبر من ضمن توازن السلطات لأنه عندهم اللي يسمونه هذه هي الفكرة فكرة في الدستور أنه كل سلطة يكون لها يعني زي ما تقول قدرة على إيقاف أشياء معينة عند السلطة الثانية بحيث أن السلطات تكون متوازنة ما فيه سلطة معينة تطغى على أي أمر فمثلا هنا أنه نقدر الرئيس يقدر يلغي قانون أصدر بالفيتو بالفيتو الفيتو فقط عند الرئيس ولا فيه فيتو لا لا فقط عند الرئيس ما حدد طبعا في الولايات كل ولاية لها مجلسها التشريعي ولها حاكمة ولها طريقتها الخاصة نحن نجيها بس أنا يعني ودي أفهم الآن الشكل الكبير بدون نجي فالآن عندنا طب نائب الرئيس ويش صلاحياته؟ النائب الرئيس ما عنده صلاحيات رسمية باستثناء أنه يرأس مجلس الشيوخ ويصوت في حالة تعادل الأصوات يكون هو الصوت المرجح وإذا صار شيء للرئيس يتولى السلطة هذه السلطات اللي منصوص عليها صراحة لنائب الرئيس وهذه كلها يعني سلطات محدودة في أوقات معينة ولكنه يعتبر زي مساعد للرئيس الرئيس عادة يسلم نائب الرئيس مجموعة من ملفات يكون نائب الرئيس طيب الحين نائب الرئيس والرئيس هذه في السلطة التنفيذية ويقدر الرئيس تغيير نائبه؟ يعني ما هو ما هو بشكل مباشر لأنه نائب الرئيس منتخب يقدر يغيره لما تجي لانتخابات الجاية يعني أنا برشح وحد ثاني نائب رئيس معي ولكنه يعني إجراء عزل نائب الرئيس مشابه لإجراء عزل الرئيس طيب العزل يعني صار كثير في فترة ترامب فأنه عزل مرتين مرتين نعم يجب علي لما إذا عزل الرئيس معنات أنه بيطلع بس ما طلع فلوش فكرة العزل أصلا؟ فكرة العزل أنه هذه وسيلة لمعاقبة الرئيس لأنه الرئيس عنده حصانة يعني عنده حصانة من قطاعات كثيرة من القانون الجنائي فالمسألة تبدأ من مجلس النواب حنا يعني في مجلس النواب يقرر أنه يعني يصوت على عزل الرئيس هم يسمونها إمبيتشمنت حنا نترجم كلمة إمبيتشمنت لعزل هو فعليا ما هو عزل هو توجيه تهم إذا أدين بالتهم هذه يعزل فمجلس النواب يصوت على توجيه التهم للرئيس إذا صوتت أغلبية مجلس النواب لصالح توجيه التهم ينتقل الموضوع لمجلس الشيوخ مجلس الشيوخ يعقد محاكمة للرئيس يجي رئيس المحكمة العليا هو اللي يرأس المحاكمة هذه ولكنه الرئاسة شكلية يعني يدير الجلسات ويدير العملية وبدون التدخل في اتخاذ القرار مجلس النواب يمثل للدعاء والرئيس يجيب فريق الدفاع حقه والشيوخ وممحلفين تتم المحاكمة في مجلس الشيوخ هذول يقولون الاتهامات وهذول يقولون الدفاع وإذا كان في أدلة تعرض بعدين يصوتون أعضاء مجلس الشيوخ هل يدان الرئيس أو يبرأ هنا التصويت لازم يكون بالثلثين للإدانة ما تكفي الأغلبية فإذا صوت الثلثين لصالح الإدانة يصير الرئيس رأس أدين يعزل اللي حصل أنه في تاريخ أمريكا لم يعزل أي رئيس أي رئيس أي رئيس لم يعزل اللي وجهت له من التهون كان شي اسمه نيكسون فيه واحد قبل نيكسون ما يحضرني ذاكرة نوع قديم ولكنه أيضا لم يحاكم نيكسون لم يحاكم نيكسون استقال والسابق حوكم بس ما جاب الثلثين بالإدانة بعدين كلينتون نفس الشي حوكم وجاء التصويت لصالح البراءة وترامب عزل مرتين وفي كل مرة يجاء التصويت لصالح البراءة لأنه ما يصوت الثلثين المجلس لصالح الإدانة فالعزل والله عجيب يعني يكفل آلية التخليق حقتهم آآ فهذه آلية العزل ولذا لم يعزلي أحد ونيكسون كان أنه بس استقال لأنه نيكسون جاء أعضاء حزبه قالوا سندينك أنت مدان أنت على الموضوع أنا ما راح نقدر نوقف معك ممتاز فالآن أول ما عزل جاء نائبة أو استقال جاء نائبة رئيس وأصدر عفو رئاسي نعم وش العفو الرئاسي العفو الرئاسي أي مدان في أي قضية فدرالية يحق للرئيس أنه يعفو عنه فقط الفدرالية أي ما لعلاقة بالولايات والعفو أنواع فيه نوعي مختلفات فيه نوع اللي عفو وكأنك لم تدن أصلا وفيه نوع عفو ثاني لا أنه نكتفي بالعقوبة اللي تحققت فيما سابق واقفين إذا كان مسجون يطلع من السجم ما كمل مدته خلاص يعتبر عنها عقوبته وهذا يمارس باستمرار لأنه في قضايا يعني يقال أنه يجب العفو فيها لأنه فيها درجة يعني قد تكون درجة من الظلم مثلا واحد يقول لك أنه هذا إنسان كويس ولكنه وقع في خطأ يعني غير مقصود ولكنه الخطأ هذا سوى مشكلة كبيرة يعني تصير مثلا يقول لك أنه هذا رجل أعمال رجل أعمال جيد ودائم يشتغل كويس ومدى ولكنه صارت عنده لخبة طموعية فطلع عليه قضية وأدين تقتل عبرها فيه يعني خطوات متعارف عليها ليس القانون ما ينص عليها ولكنه متعارف عليها ليه جراءات العفوعات تبدأ من عند الإدعاء العام يعني الإدعاء العام هو لي رشح من يعني يرى أنه يستحقون العفوع ما يقدر يختار رئيس لا لا رئيس يقدر يختار لأنه هي يقول لك ما فيه نظام مكتوب ولكن فيه عرخ يعني ترامب كانت قرارات العفوع لأصدارها كانت كلها تجي من عنده مباشرة ما تمر ما تمر بالبروسيس المعتاد ولا حد يقدر يترض عليها لا لا هذه السلطة منصوص عليها يعني بوضوح في الدستور إذا تبت وقف هذه لازم تغيير الدستور يعني ما حد يقدر يدخل فيها ولا حد يقدر يلبسها ممتاز فمن يستطيع اليوم تغيير الدستور تغيير الدستور يعني له خطوات أول ما تبدأ من الكونغرس أنه يصوت ثلثين كل مجلس على حد لصالح التعديل الدستوري بعد كده يروح التعديل هذا للولايات كل ولاية تصوت لصالح الاعتماد التعديل أو رفضه وش تقصد في الولايات؟ الولايات تيكساس كاليفورني لم هذولة برضو ممثلينهم؟ حتى لو كانوا ممثلينهم للولايات نفسها يعني بعض الولايات تأخذها منجس التشريعي حق الولايات بعضهم لا تطرحوا للتصويت الناس إذا اعتمدت يعني ثلاث أربعة الولايات قررت أنه اعتماد التعديل يصبح نافذ يصبح نافذ؟ أي يصير خلاص إذا لازم المجلسين وثلاث أربعة الولايات ثلثين المجلسين وثلاث أربعة الولايات طيب الآن توقعت أن له علاقة بالمحكمة العليا؟ لا المحكمة العليا سلطتها هي تفسير الدستور هي الجهة المخولة بتفسير الدستور لكنها ما هي مخولة بكتابة الدستور فوش مكونات السلطة القضائية؟ السلطة القضائية طبعا أعلى شيء فيها المحكمة العليا يجي تحتها محاكم الاناف يجي تحتها ليسمونها الدوار الفيدرالية ليه المحاكمة الفيدرالية بالنظام يحط أنه ما يتعين قاضي في المحكمة الفيدرالية لبترشيح الرئيس هذه السلطة التنفيذية وموافقة مجلس الشيوخ والسلطة التشريعية فهذه سلطتهم على ما فقط الأغلبية أو الثلثين؟ كانت ستين عضو اللي هي حقا عشان الفلبستر ولكن غيرت أيام ترمب ترمب وصارت؟ أغلبية يعني نصف زائد واحد والقاضي المحكمة الفيدرالية إذا عين ما ينقص راتبه ولا يفصل ولا أي أحد يقدر يفصل نهاي إلا بنفس إجراءات العزل حقا للرئيس في الكونغرس أو أو أدين بجريمة مخلبة شرف يعني مثلا براشو سيزة كده ممكن يعزل لكنه أنه يحال التقاعد ما حد يقدر وحتى الرواتب هو ما يقدرون نزلونها يعني الكونغرس ممكن يقرر لأنه هو اللي عنده صلاحية المال فممكن يقرر تخفيض رواتب القضاءات الفيدراليين ما يطبق على الحاليين يطبق على القضاءات اللي يعينون من بعد صدر القرار وزيادة؟ لا زيادة الطبق على طبق لأنه دستور نص لأنه كانوا يخشون أنه يجي الكونغرس يهدد أحكم بالقضية الفلانية بالشكل الفلاني ولا أفصلتك ولا أقفض إذا ما أقدر أفصلك أخلي راتبك صفر وانتهى الموضوع هذه عمليين واعتبر فسط توقعت أن الرئيس يعين يعني بالنسبة اللي يسوها ترامب لأن ترامب يعني ثلاث قضاء عينهم أو رشحهم أي أنا توقعت أن أعينهم لا لا هو يرشح ومجلس الشيوخ يصوت هل في وظيفة أو شيء يقدر الرئيس يعين عليه؟ الوظائف الحكومية الغير سياسية فقط هذه اللي الرئيس يقدر يعينهم يعني في وظائف كثيرة عند الرئيس يعني داخل البيت الأبيض من ضمن مستشارينه في بعض الوظائف لازم يصوت عليها المجلس الشيوخ وبعضها لا فعني فريق الرئيس والوظائف اللي يعني ما هي علية جدا في الأجهزة الفيدرالية هذو اللي يعينهم الرئيس كم عدد أعضاء المحكمة العليم؟ تسعة تسعة طبعا الدستور ما يحدد عدد الأعضاء وعدد الأعضاء تغير أكثر من مرة في تاريخ أمريكا يعني زادوا نقص من يعينه؟ من يغير؟ الكونغرس الكونغرس والي يقرر ولكنه ثابت على تسعة من يعني أعتقد ميتين سنة أو شيء زي كده الآن وظيفة المحكمة العليم تفسير الدستور؟ كيف؟ للدوائر الفيدرالية إذا صدر الحكم لأحد الطرفين والطرف الثاني مبراضي عن الحكم هذا يروح للاستئناف أمريكا مقسمة إلى مناطق كل منطقة فيها محكمة استئناف تروح للمحكمة الاستئناف التي تتبع لها المحكمة التي نظرت في قضيتك محكمة الاستئناف تنظر في القضية ما تنظر من ناحية الحكم عادل ولا غير عادل تنظر هل طبقت الإجراءات بشكل صحيح أو كان فيها خلل إذا رأت أن الإجراءات طبقت بشكل صحيح خلاص يمشي الحكم إذا رأت أن فيه خلل كان فيه تطبيق إجراءات المحكمة يخل بالقانون تعاد مرة ثانية سواء لنفس المحكمة التي حكمت فيها أو لمحكمة أخرى لنفرض أنه محكمة الاستئناف قالت لا أنه كل شيء سليم أنا مظلوم ما زلت غير مقتنع أنا مظلوم أنا أرى أن القانون هذا اللي حكم عليه على أساسه أصلا غير صحيح أروح إلى المحكمة العليا المحكمة العليا يعرض عليها آلاف القضايا كل سنة تختار لا بحدود مئتين قضية بس والواقع ترفض ترفض النظر أصلا وتنظر للقضايا من وجهة نظر هل القانون اللي صدر بناءًا عليه الحكم هذا يتعارض مع الدستور أو لا يتعارض مع الدستور وتستر قرارا إذا كان يتعارض مع الدستور يلغى الحكم إذا كان لا يتعارض مع الدستور يبقى لعاكم زيبا طيب الآن عندنا هذه الثلاث سلطات موجودة في كل ولاية فكل ولاية فيها سلطات فيذية فيها تشريعية فيها قضائية وين تتقاطع وين تختلف متى تصبح هذا نافذ متى هذا يكون أعلى من هذا دائما القانون الفيدرالي أعلى من قانون الولاية والدستور أعلى من القانون الفيدرالي بس كل ولاية عندها دستور كل ولاية عندها دستور حنتكلم عن الدستور الفيدرالي إذا كان دستور الولاية يتعارض مع القانون الفيدرالي القانون الفيدرالي هو اللي ينفذ القانون الفيدرالي أعلى من أي شيء دستور الولاية والدستور الفيدرالي أعلى من أي شيء في أمريكا وإعلان إعلان الاستقلال أعلى من الدستور وش هذا؟ إعلان الاستقلال هذا هو اللي هو أعلنوا فيه الثورة ضد بريطانيا عشان تستقل أمريكا كتبوا إعلان الاستقلال هذا يعتبر هو الوثيقة التي تأسست أمريكا عليها هذه الوثيقة التي تعطي أمريكا الشرعية التي تعطي الحكومة الفدرالية الشرعية وإعلان الاستقلال طبعا إعلان الاستقلال ما فيه بنود فيه شعارات فقانونيا يعتبره أعلى وثيقة في البلد والآن عندنا فأي شيء يتعارض مع الفدرالي الفدرالي يفوز على الآخر طيب الآن متى يقدر الرئيس يعني وش علاقة الرئيس بحاكم الولاية يعني هي فيه فصل في الصلاحيات يعني حين لما نشوف مثلا الحكومة الفيدرالية فيها وزارة التعليم ولكنها ما تدير التعليم في الولايات فالولاية فيها وزارة التعليم خاصة لا يدير وزارة التعليم خاصة فيها والمقاطنة وتعاد وزارة التعليم فيها المناطق التعليمية اللي هي سكول دستريكت فالتراتبية سكول دستريكت هي اللي فعليا تدير كل شيء الحكومة الفدرالية تحط توجهات ومشاريع وتغري الولايات بتبني التوجهات والمشاريع هذه عن طريق اوكي اذا سويت كذا انا اعطيك دعم واذا ما سويت ما راح اعطيك وزارة التربية حقة الولاية لها سلطة لإصدار القوانين يعني تجبر المناطق التعليمية ولكن تترك كثير من التفاصيل تملأها الناطق التعليمية طيب متى يكون العكس انه تقدر الولاية تحمي نفسها من التأثير الفدرالي على حسب ما تقرر المحكمة العلية انه هذا ماهو دستوري لانه لما اسلست امريكا يوما قعدوا يتباحثون لكتابة الدستور كان عندهم مجموعة هواجس خايفين منها احد الهواجس هذه كان تسلطوا الحكومة الفدرالية على الولايات كانوا يعني حتى يقولون ما نبي نستبدل ملك بملك لأنهم هم ثاروا على الملك الانجليزي يقولون ما نبي الرئيس يصير ملك بدل الملك الانجليزي فوضع بنود في الدستور تحمل ولايات تعطي الولايات يعني سلطات ما تقدر تدخل فيها الحكومة الفدرالية هنا لو جاء قانون فدرالي يتدخل هذه تقدر الولايات تروح للمحكمة العلية تقول هذا القانون غير دستوري لأنه يتدخل في صلاحياتي فتقوم بمحكمة العلية تسقطه وصارت كثير يعني طيب ومتى القضايا تنتهي بالمحكمة العلية الخاصة بالولايات ومتى تطلع من المحكمة العلية للمحكمة الفدرالية فيه اختصاصات يعني المحاكمة الفدرالية خاصة بالقضايا اللي تحت القانون الفدرالي يعني لما لو جيت أنا مثلا ما بيقول أنا يعني لو واحد كسر بيتك وسرق منه هنا المسؤول القانون المحلي قانون الولايات ويحاكم في محاكمة الولايات لكن لو سرقت بريدك قانون الفدرالي لأنه البريد محمي بالقانون الفدرالي ففيه جزئيات قليلة وليست كثيرة يعني بالذات في القانون الجناعي تتبع للمحاكمة الفدرالية ويطبق عليها القانون الفدرالي البقية كلها لمحاكمة الولايات والقانون يختلف من الولايات طيب الآن في مطالبات يعني قبل شهر في أحد بار أعضاء المجلس التشريعي في تكساس ولايتك كان يطالب أن تكساس أنها تنفصل عن أمريكا وتنفصل على الاتحاد الأمريكي والظاهر حتى برضو أيام ترامب أنه جت فكرة أنه كاليفونيا تنفصل عن برضو الاتحاد الأمريكي فما مدى قدرتهم أصلا وإذا كانت هذه هذا كله يعني كلام فاضي يعني الأمر قانونيا حسم في الحرب الأهلية لأن الحرب الأهلية كانت وولايات الجنوب وعنات الانفصال فحسم قانونيا أنه لا يحق لكم الانفصال وقامت الحرب وانتصر الشمال على الجنوب ورجعت أمريكا زي ما هي فلو يعني في الدستور ينص أنه ما يحق للولاية لانسحاب إلا في حالة معينة ذاكر من عرضهم الثورة الشعبية طبعا ليش وضع البند هذا في الدستور لأنه أمريكا كلها استقلت من بريطانيا بثورة شعبية فيقول لك يعني أن تستقل من بريطانيا بثورة شعبية والولاية ما تستقل منك بثورة شعبية فحطت يعني على أساس أنه يكون المسار القانوني متسق ولكنه فعليا هناك يعني إقرار وفي هناك أحكام قضائية من المحكمة العلية ونص أنه ما يحق لأي ولاية أنها تنسحب هذا واحد ثنين ما هم مصلحة لأي ولاية أنها تنسحب يعني أنت لما تتكلم على ولاية زي كاليفورنيا أو زي تكساس هذه كلها ولايات غنية جدا ضخمة جدا وقوية جدا لو انسحبت تحولت إلى أشياء صغيرة لأنه كاليفورنيا عليش عايشة عايشة على استقطاب المواهب من بقية الولايات وتسويق منتجاتها على بقية الولايات نفس الأمر ينطبق على تكساس وعلى نيويورك وعلى فلوريدا لما تعزلهم فقد قدرته على استقطاب المواهب وفقد الأسواق اللي يسوق فيها فما راح يكون بنفس درجة النجاح الحالية إضافة إلى أن الأمريكان مهما يعني مهما جعجعوا ترى عندهم ولاء وطني عالي عندهم ولاء لأمريكا بشكل عام فدعوات الانفصال هذه تطلع كل كم سنة على حسب مين اللي عنده الأغلبية ومن اللي في البيت الأبيض فتطلع يا في تكساس يا في كاليفورنيا يا في النيويورك هذه دائما ثلاثة ولايات اللي تطلع فيها ولكنها مجرد جعجع ما راح يسمونها شيء لمن تكلم اليوم يعني واضح تعقيد السلطات الثلاثة سواء على بينها في الولايات أو حتى على المسؤول الفدرالي والتعقيد كيف أنه ممكن من يصدر القوانين وكيف تطلع القوانين وبدأ الرئيس والسلطات التنفيذية والمحكمة العلية فودي أفهم كيف أصلا أن أمريكا تقدر أنها تسن رؤيتها يعني كيف ممكن أنهم يمشون في طريق واحد إذا القوانين تطلع من مكان بدي أن الرئيس يمكن ما يبغاها أو يمكن القوانين لا تتسق مع فكرة الرئيس عشان يقدر ينفذ فكيف ممكن تشتغل أمريكا فكيف جايسين يحلونها داخليا طريقة أمريكا هي اللي هو القرار الجماعي القرار ما يمشي إلا بالأغلبية والأغلبية هذه سواء كانت ممثلة في الولايات أو في أعضاء الكونغرس أو في أعضاء السلطات وهذا يعني الأسلوب اللي اتبعه هو أسلوب ناجح يعني رهم وجود كل التعقيدات هذه والمشاكل هذه إلا أن أسلوب ناجح بدليل أن أمريكا سيطرت على العالم ولكن أيضا له عيوبه يعني كل أسلوب وله عيوب والمركزية لها عيوبها ولا مركزية لها عيوبها فهم يرون أنه الميزات أكثر من العيوب والنظام ناجح والتجربة ناجحة فلا تعطلها خلا ناشي زي ما هي طيب من يحدد مثلا السياسات إذا افترضنا زي السياسات الخارجية هل من صراحيات الرئيس dévelopما صراحيات الكونغرس السياسات الخارجية يعني الرئيس أكثر من الكونغرس فيه لجان في الكونغرس المعاهدات الدولية كلها لازم يعتمدها للكونغرس في مجلس النواب في مجلس الشيوخ في لجنة الشؤون الخارجية يراجعون أي شيء يسويه الرئيس أو جهازه التنفيذي في الأمور المتعلقة بالسياسة الدولية ولكنها السلطة الأكبر للرئيس والرئيس عادة يعتمد على اللي يسمونهم الكارير اللي يشتغلون في الحكومة الفدرالية على فترات طويلة لتطبيق التوجهات الاستراتيجية لأمريكا قد يعني قد يغير بعض الرؤساء بعض التوجهات ولكنها بشكل عام في استمرارية عالية رغم تغير الرئيس طيب يعني اليوم لما أي أحد يعني يفهم يعني يقرأ عن أمريكا وبس يعني عنده فكرة أمريكا في ذهنه يعرف إنها الدولة تعرف اشتبه تسوي لو في عشرين خمسين وفقاً لللي فهمتها حتى الآن إنها لا يمكنها تعرف اشتبه في عشرين خمسين هم عندهم خطط استراتيجية وعندهم مؤسسات الدولة مؤسسات الدولة من الأجهزة الفدرالية ومن مراكز الأبحاث ومن المستشارين يعني اللي شغالين مع الدولة باستمرار هم اللي يحطون التوجهات هذه اللي تطبقها أمريكا ولكن الرؤساء يثرون يعني الرئيس ممكن يسرع بعض التوجهات أو يبطأ توجهات أخرى أنه يعني يحرف اهتمام أمريكا باتجاه معين وبعد اتجاه ثاني ولكنه ما يموت لأنها خطة استراتيجية طويلة المدى إلا إذا قررت قرر الرئيس مع هذه المؤسسات أنه لا الخطة هذه ثبت فشلها ولازم يتخلى عنها خلاص من يحدد هذه؟ من يعتمد هذه الخطة الاستراتيجية؟ القرار النهائي للرئيس ولكن الرئيس يعتمد على دراسات المؤسسات اللي تضع الخطة هذه والرئيس عنده سبع مناصب طبعا يمكن لا تحضرني الذاكرة الآن كلها ولكنها هي رئيس الجهاز التنفيذي القائد الأعلى للقوات المسلحة وما شابه يعني فلذلك هو صاحب أعلى سلطة في أمريكا ويستطيع إيقاف أي شيء ولكن الرئيس مشكلته الكبرى هي إعادة الانتخاب فبالتالي في الأمور اللي تهم الناخبين يراعيهم أكثر السياسة الخارجية ما تهم الناخبين كثيرا فلذلك تكون دائما ماشية بشكل مستقر مع تعاقب الرؤس الاختلافات تكون محدودة يعني 10-20% بس وش أكثر الأشياء اللي تهم الناخبين؟ الاقتصاد الاقتصاد والوظائف هذي هم شيء عند الناخبين يتبعها عاد اهتمامات كل فئة ولها اهتمامها بس الاقتصاد هو المشترك بين أكبر عدد من الناخبين يعني عندنا القضايا الثقافية تهم قطاع كبير عندنا مواضيع السلاح عندنا مواضيع الحرية الدينية عندنا مواضيع الإجهاض هذه كلها تهم فئات معينة وتكون لها أولوية كبيرة عند الفئة هذه بس إذا بتاخذ على النظر وش الشيء الأعم الاقتصاد والوظائف الدستور لا ينص على دين الرئيس صحيح؟ لا لا ما ينص أتذكر خالد تخيل كان يقول أنه كان وقته في البهرة انتخاباته 2016 الله أني ناسي لا 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 مش 2016 لكن كان يقول أن أمريكا غير جاهزة لانتخاب يهودي صحيح؟ ممد يعني وش اللي يخلى هذا السياق يكون موجود أنه المسيحية هي لأنه الأغلبية مسيحية أغلبية الأمريكا مسيحية والدولة أصلا تأسست في البداية على يد مسيحيين واللي حط خلّى الأمريكان يركزون على موضوع فصل الكنيسة عن الدولة يعني المصطلح اللي يستخدم فصل الدين عن الدولة هو صحيح فصل الكنيسة عن الدولة الدستور ينص على الـ Church Church and State فلأنه قطاع كبير من اللي جاءوا الأمريكا في البداية في بداية أسس المستعمرات كانوا كاثوليك بريطانيين وكانوا مضطهدين في بريطانيا بيسبب دينه فلما جاءوا لأمريكا قالوا ما نبي طهد ديني ومع ذلك في بداية تأسيس أمريكا يعني في بداية تأسيس المستعمرات كان فيها طهد ديني عالي بس مع الوقت يعني خفوا واليوم برضو مع الوقت يعني ذكر برضو في دراسة في بريطانيا أن اليوم اللي لا يهتمون لفكرة الدين في السلطة ظهرنه من ستين إلى سبعين في المئة من الشعب فما مدى وجودها اليوم في الشكل الأمريكي؟ نعم هو حتى في أمريكا يضعونك أسرع الأديان انتشارا في أمريكا ولكنه تبقى المسألة ما هي بالضرورة الدينية المسألة فيها جوانب كثيرة منها جوانب اجتماعية يعني أنا ما أنا ما أنثق في شخص غير مسيحي يكون رئيس يعني هذا الشيء الرئيسي اللي خلى كل رؤاسة أمريكا باستثناء أوباما بيض وهذا اللي خلىهم كلهم باستثناء كينيدي وبايدن فروتستانت يعني الكاثوليكي يمثلون ربع الأمريكان ومع ذلك ما طلع على رئيسين بس في تاريخ أمريكا كلها لأنهم هم الأغلبية ويبونوا واحد منهم يشبههم على أساس أنهم يعني يحسون بالثقة أكثر من أي شيء ثاني طب مش اشتراطات الرئيس أنه يكون ولد في أمريكا؟ يكون يسمونه يعني مولود أمريكيا ما أخذ الجنسية بعد الولادة أخذها مع الولادة تأخذ الجنسية بالولادة إذا كان أحد الوالدين أمريكيا أو كنت مولود على أراضي أمريكا فاللي حصل على الجنسية بعد الولادة مهما كان عمره سواء أخذه عمره سنة أو عمره سبعين هذا ما يحق له الترشح للرئاسة وفي حد على العمر أعتقد أنه أربعين سنة إذا من يبغلطان أقل العمر أربعين؟ الظاهر إذا من يبغلطان أربعين سنة من يمتأكد من الرقم طب ويش كانت مشكلة أوباما إذن؟ أوباما لأنه قالوا أنه مولود في أمريكا بس إذا أمها أمريكية فتسقط الفكرة حتى أصلا إي إي بس إذا كان ولد لولدين أمريكيين خارج أمريكا في نظرية تقول أنه لا هو حصل على الجنسية بعد الولادة لأنه ولد هناك فولد غير أمريكي لما جاء لأمريكا أخذ الجنسية بناء على أهله فبالتالي لأنه الدستور ينص على ففي دائما الاختلاف هذا تيد كروز عنده الجنسية الكندية تنازل عنها لما ترشح للرئاسة الدستور ما يمنعه أنه يترشح وهو عنده الجنسية الكندية ولكنه يعني منع للجدل فقضية أوباما كانت جدلية أكثر بما هي قانونية طيب تطلع لنا شهادة ميلادك أنك فعلا مولود في أمريكا طيب اليوم إذا نظرنا إلى الأحزاب فهي واضح أنها فيه استقطابة عالية اليوم في أمريكا والحزاب واليوم لا يمكن التفكير في رئيس أو في الكونغرس أو حتى في أي شيء إلا وإحنا ننظر إلى الحزبين الديمقراطي والجمهوري بس لما تجي في الدستور تقول أنه ما ينص على وجود أحزاب واشنطن جورج واشنطن ما كان ينتمي إلى أي حزب متى بدأت تظهر فكرة الأحزاب في أمريكا؟ فكرة الأحزاب بدأت تظهر من البداية ولكنه فعلا يعني ذكرنا أن المؤتمر اللي كتب فيه الدستور استمر أشهر كان عندهم مجموعة هواجس من الهواجس هذه كان موضوع سلط الحكومة الفيدرالية موضوع التدخل الخارجي وموضوع الفرقة أنه لا تسلح حرب أهلية وطبعا وموضوع العبودية العبودية يعني حلوه بأنه ما يجبون سيرته نهائيا إلا في فقرة واحدة على موضوع التصويت لأنه وزن الولاية في التصويت يحسب حسب عدد سكانها فصاروا يحسبون العبيد كل خمسة بثلاثة صوات هم ما يحقلون مسوتون بس يحسبون في عدد المقاعد فهذه كانت الفقرة الوحيدة اللي جابت سيرته العبودية وغيره ما جابوا سيرتها نهائي تخوفوا من الأحزاب يعني فيه كثير من المؤسسين اللي كتبوا الدستور لهم كتابات ولهم مدولات في مؤتمر كتابة الدستور ضد الأحزاب بشدة يعني وحتى اللي كانوا مع إيجاد أحزاب ما كانوا يقولون أن الأحزاب شيء كويس كانوا يقولون أن الأحزاب شروا لابد منه فكانوا يخشون أنه طيب أنا عندي الحزب الحزب هذا أصبح قوي ممكن الدول الخارجية لأن أمريكا كانت تعتبر دولة صغيرة هم كانوا يرون أنهم قاعدين أسسون دولة صغيرة مهم بيأسسون دولة تبتسود العالم أنه ممكن الدول الكبرى زي بريطانيا زي فرنسا زي إسبانيا تتحكم في أمريكا عن تريق السيطرة على الحزب هذا أن تسوي علاقات مع الحزب هذا تتصير الحزب هذا تبعها فتتصير هي لمسيطرة على أمريكا فكانوا متخوفين من الشيء هذا الشيء الثالث كانوا متخوفين من الحرب الأهلية لأنه واشنطن أو الرئيس لأمريكا أصلا أسرته هاجرت من بريطانيا لأمريكا هرب من الحرب الأهلية اللي صارت في بريطانيا أعتقد كانت في القرن السابع عشر أو ثمان عشر فكان عندهم الثلاث مخاوف هذه فلذلك كان في تحفظ على موضوع الأحزاب ولكن بمجرد رئاسة واشنطن النشأ حزبين كان الفيدراليست والأنتي فيدراليست هذول يرون تقوية الحكومة الفيدرالية وهذول يرون لا لازم الحكومة الفيدرالية تكون أضعف وكانوا يتنافسون واشنطن أصلا كان رافض تنشيحه للرئاسة حتى للفترة الأولى ولكنهم قالوا ما فيه إجماع اللي عليك أنت وكان قائد الجيش فمساك الرئاسة لفترة أربع سنوات وقال ما راح رشح نفسي مرة ثانية فرجعوا وضغطوا عليه إلا أنه نبغاك فترة ثانية فجلس فترة ثانية لأنه كان يخشى من حدوث حرب بين الفيدراليست والأنتي فيدراليست فمع الوقت أصبحت الأحزاب أقوى وأقوى وتغيرت الأحزاب يعني طول عمر أمريكا فيها حزبين رئيسيات ولكن الأحزاب هذه تغيرت ما استقرت الأحزاب بمسمياتها الحالية وتنظيماتها الحالية اللي يمكن 1850 اللي هي الجمهورية والديمقراطية اللي صار فيها الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي بسم عمر أمريكا كان عدا أكثر من حزبين حاكمين يكون أحياناً يعني يوجد أحزاب صغيرة لكن حزب كبير يعني قادر على حصول على أغلبية أو على الرئاسة كانوا دائماً حزبين وهو كان تشكل منطقي لأن وصلوا إلى شكله الجمهوري والديمقراطي وحتى ترى الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي اللي تشكله في 1850 من 1850 إلى اليوم تغيرت توجهاتهم كثير يعني في مبادئ كانت عندها هذول وخذوها هذول وفي أشياء خذوها هذول لم تكن بشكل اللي هو الحين اللي هو يمين الوسط ويسار الوسط حالياً يعني الجمهوري يمين الوسط والديمقراطي يسار الوسط وش نقصد في اليمين واليسار في السياق الأمريكي؟ طبعاً هي تسمية يمين ويسار يعني من محافظة إلى الليبرالي بس بعض الناس فعلاً يخلط لما تقول له يسار وانت تكلم عن أمريكا يعني يروح للشيوعية مثلاً لا هذا ما هو بزار كل دولة فيها طيف معين يبدأ من طرف إلى الطرف الثاني عادة يحسب الوسط في وسط الطيف هذا مهما كان توزعهم واللي علي أكثر الليبرالية يعتبر يسار واللي أكثر محافظة يعتبر يمين الحزبين هذولي ما كانوا بالشكل هذا أنه هذا حزب المحافظين وهذا حزب الليبراليين يعني ما بدت تظهر يعني هذا التقسيب بشكل واضح إلا في القرن العشرين يعني من 1965 بدت تتزايد تتزايد إليه اليوم صار فصل تام خلاص طيب لو تلاحظ مثلاً في وقت لينكون أنه كان الجمهوريين هم اللي كانوا مع تحرير المستعبدي كانوا حول حزب الليبرالي واليوم 90% من السود هم اللي صوتوا في آخر الانتخابات مع الحزب الديمقراطي بالضبط الجمهوريين يعني تاريخياً كان فيه لبراليين في كل الحزبين وفيه محافظين في كل الحزبين ولكن في تلك الفترة كانوا الليبراليين في الحزب الجمهوري أكثر والمحافظين في الحزب الديمقراطي أكثر على ذلك حتى بعد الحرب الليحلية استمر الحزب الديمقراطي هو حزب الجنوب كانوا الجنوبيين كلهم ديمقراطيين تيكساس إلى التسعينات وهي ديمقراطية ولكنه صار الشفت بدأ في 1965 لما أصدر الحزب الديمقراطي برئاسة لندون جونسون اعتمدوا قانون الشي سمونا أشهدنا لا إله إلا الله المساواة الحقوق المدنية قانون الحقوق المدنية اعتمد القانون هذا هذا كان أكبر خطوة في اتجاه الليبرالية خدتها الحزب الديمقراطي بعدها بدأوا يتبنون أكثر يعني في السبعينات لما ترشح كارتر كان متدين كان محافظ كان من اللي يسمونه المسيحين المولودين مجددا كان مدعوم من القوات الدينية كان يعني رئيس محافظ مبرشح ديمقراطي فبدأوا الجمهوريين يأخذون اليمين أكثر من بعد قضية نيكسون من بعد نيكسون بدأوا يتجهون لليمين لأنهم في قضية نيكسون خسروا كثيرا يعني لو لم يكن الحزب عريق وقوي كممكن ينهار بسبب الشي هذا ولكنه تماسك وللمحافظة على حضوظه بدأ يستميل للمحافظين أكثر يعني يقدم للمحافظين أكثر وأكثر وتزايدت إليه يعني صارت صارخة في عهد ريغان يعني ريغان كان يقول للإنجليين أنا أعرف أنكم ما تقدرون تزكونني بس أنا أزكيكم يعني للدرجة هذه ف يعني صارت صارخة في الثمانينات واستمرت يعني في التسعينات كانوا الديمقراطيين يقولون يجب ديمقراطيين في تكساس يجب أن نصفي صفوفنا من المحافظين كان في محافظين في الحزب الديمقراطية طيب واليوم هل نقدر نقول أن الجمهوري يميني والديمقراطي يساري؟ نعم إذا حسبنا أن هذا الوسط هذا على يمين الوسط وهذا على يسار الوسط نعم ولكن لما تقول على يميني بتقصد أقصى اليمين أو أقصى اليسار لا لا فيه طيف يعني شعاراته المسئولية المالية أن الدولة ما تصرف كثير تخفض الضرائب هم يتحدثون عن الحرية الدينية طبعاً لما يتحدثون عن الحرية الدينية ما يقصدون حرية أي شخص في ممارسة دينه يقصدون حرية المسيحيين في ممارسة شعائرهم بالشكل والمكان اللي يريدونه المحافظة الاجتماعية الحكومة تصرف أقل وتتدخل أقل في الاقتصاد تخلي الاقتصاد يشتغل براحته طبعاً كل الحزبين عندهم توجه السوق الحر السوق الحر هو الأساس اللي بني عنه الاقتصاد الأمريكي ولكن الاختلاف يعني في الدرجة الديمقراطيين والليبراليين يقولون لازم الحكومة تتدخل أكثر شوي هذول يقولون لازم الحكومة تتدخل أقل شوي وبالنسبة للحزب الديمقراطي الحزب الديمقراطي عندهم الحكومة يجب أنها تقلل تدخلها في الأمور الاجتماعية وتزيده في الأمور الاقتصادية يعني في إدارة الشركات أنا بس أسكر هذا يعني النغمة من التسعينات تنقلها معي من جوال جوال سلمت؟ فيرون أنه لازم تدخل أقل في الشؤون الاجتماعية وتدخل أكثر في الاقتصاد ويرون أنه تدخله في الاقتصاد مثلاً لحماية البيئة مثلاً لحماية المساوات بين كل الأعراق عندهم موضوع الحرية الدينية ينظرون له من زاوية أخرى يقول لك حريتك أنه المساواة تتم عن طريق منع بتشدد أكثر من تدخل الدين مع الدولة والسماح الأي واحد أنه يمارس أي ديني به بأي شكل في نطاقه الخاص في بيتك في مسجدك في معبدك فهذا سوى اللي ينتبه ما حد يحقله الدخل فيك طيب إذا جينا نشوف آخر أربع حروب خاضتها أمريكا تجد أن رؤساءهم كانوا جمهوريين فهل نقدر نقول أن الجمهوريين يميلون للحروب أكثر؟ الجمهوريين يعني الصقور في الجمهوريين أكثر من الصقور في الديمقراطيين هم دائما يسمون السياسيين إلى صقور وحمائم الحمائم يميلون للهدوء أكثر والدبلوماسية أكثر والصقور يميلون للشدة أكثر والقوة أكثر فالصقور في الجمهوريين أكثر فلذلك قد يكون هذا سبب يعني كلينتون قصف أفغانستان وقصف أعتقد كان في كوسوفو إذا مني بغلطان وقصف السودان أوباما وقصف سوريا ولا أنسحب من أفغانستان يعني لما قالوا للجيش لا لا نسحب كالخاص فيه تفاوت ولكن التفاوت ما هو كبير لكنه ما بدأوا حروب يمكن يعني قد يكون هذا صحيح أنا ما درست الموضوع ما فكرت فيك أفضل إذا قلنا أن الرئيس عندها هذا الميل لأنه جمهوري أو دموقراطي فيميل هذا الشكل فبنينا أنه يمدين الأربع حروب أنه جمهوريين هل نقدر كيف نقيسها إذا قلنا أنه الرئيس أصلاً ما يقدر يبدأ حرب لأنه مثل ما قلنا يعني هي يستغل ثغرات في القانون ويستغل تصريحات يعني الكونغرس يعطي الرئيس تصريحات ترى صلاحية الرئيس اليوم تختلف تماماً عن صلاحية الرئيس لما تأسسها تأمريكا صلاحية الرئيس زادت كثيراً خلال القرون يعني 250 سنة عمر أمريكا زادت كثير صلاحية الرئيس فصار عنده مرونة في اتخاذ تحركات عسكرية ولكن التحركات هذه ما تأخذ اسم حرب عشان للتحايل على الموضوع هذا ودائماً يوجد لها مخارج طيب اليوم في أمريكا طريقة الانتخابات عندهم أعتقد أنها هي الدولة الوحيدة التي تمشي بنظام المجمع الانتخابي فاليوم عندهم نظام مجمع الانتخابي وفي نظام آخر إنه نظام الشعبي للتسويت الشعبي 55% من اليوم من الأمريكان في واحدة من الدراسات تقول إنهم يبغون يغيرونه من نظام المجمع الانتخابي إلى الشعبي فودي أصلاً أعرف وش الفرق بينهم وش نظام المجمع الانتخابي في بداية تأسيس أمريكا كانوا يفكرون طيب كيف ننتخب الرئيس فكانوا اللي كتبت الدستور ورأوا أنه منصب الرئيس ومنصب أعضاء مجلس الشيوخ السيناتورس هذولي أكثر خطورة من أنه يسمح للمواطنين باختيارهم مباشرة فقالوا أوكي خلاص أنا ما نبي المواطنين يختارون المنصبين هذولي مباشرة طيب كيف يتم التصويت لهم قالوا أوكي بالنسبة لمجلس الشيوخ المجلس التشريعي للولاية هو اللي يختارهم بالنسبة للرئيس تقسم الولاية إلى مقاطعات انتخابية على حسب عدد أعضاء أعضاء الولاية في الكونغرس يعني مجموع المجلسين اللي نافرض مثلا الولاية هذه لها لأنه في تأسيس أمريكا ترى كان كل عشر ألاف يمثلهم واحد في مجلس النواب وكان عدد مجلس النواب يزيد إليه وصله واربعمائة وخمسة وثلاثين طلعوا تعديل لأنه خلاص نوقف عند هذا بس نصير نزيد عدد المواطنين اللي يمثلهم العضو فيقول خلاص أنتم عشر ألاف بينكم وبين بعض اختاروا شخص ترون أنه حكيم بما يكفي للتصويت بدلا عنكم فهو اللي صوت عنهم أي يعني أنا عندي والله هذا جاري أنا أشوف يعني الرجال مهتم بالسياسة وفاهم ومخ مضيف وأرضى عن توجهاته خلاص أنا أصوت للصالح وإنه أنت رح أصوت للرئيس هنا يتشكل المجمع الانتخابي من الناس اللي يمثلون مناطقهم وهذول يصوتون من يصير رئيس من يفوز بالرئاسة هذه الفكرة القصلية بعد فترة بدت ممثلين الولايات طبعا كيفية اختيار الأشخاص هذولي كان متروك للولاية الولاية اللي يتحدد هل من المجلس التشريعي يختار الأشخاص هذولي ولا المواطنين يصوتون لهم مباشرة بعد فترة صارت الولايات تتفك ممثلين الولايات يقولون لنا مطالب من الحكومة الفترانية فنبي الرئيس ينفذها المطالب الفلانية إذا بتعطينيها احنا كلنا بنصوت معك فصاروا كل ولاية تصوت بالكامل لصالح نفس المرشح وصارت اعتراضات على الموضوع هذا يعني كان بعض الأباء المؤسسين قالوا هذا مخالف للدستور يجب أن يمنع أعضاء المجمع الانتخابي من التصويت بشكل جماعي للولاية ولكنه ما مش الموضوع واستمروا بالشكل هذا لفترة بعد فترة قرر أنه لا طيب نبي نصوي تصويت شعبي في بداية القرن العشرين صدر تعديل دستوري خلّى السناترز ينتخبون المواطنين مباشرة قالوا طيبوا الرئاسة نبي المواطنين ينتخبون الرئاسة كان من الصعب تمرير التعديل فالآن المواطن الأمريكي يقدر ينتخب عضو مجلس الشيوخ اي اي تغيرت قبل مئة وعشرين مئة وثلاثين سالة لكنه لا يحقل انتخاب الرئيس لا تصويت الرئيس هو طبعا حاليا انت تروح في ورقة الانتخاب تختار الرئيس مباشرة تختار الرئيس مباشرة بس ما لها تقيم لا هم وش يسوون انت الحزب عنده الديليكتز حقينه اللي هم يمثلونه في الولاية كل حزب الحزبين يمجهزهم هذول يجهزين هذول يحقين هذول يحقيني فلما يفوز الرئيس بأكتر أصوات في الولاية يصرون هذول هم اللي يروحون موثلينه من صوتون عن الولاية كنوع من التحايل على الدستور الحالي لإعطاء المواطنين حق التصويت المباشر ولكنه هذا أوجد خلل لأنه ممكن يكون نظر عندك ولايتين لنفرض الولاية الأولى هذه فيها عشرة مليون ناخب وعندهم عشرة مقاعد أنا فزت بتسعة مليون وانت فزت بمليون أنا أخذ لحين العشرة مقاعد هذه في الولاية الثانية أنا فزت بأربعة مليون ونص وانت فزت بخمسة مليون ونص وانت أخذ في الولاية هذه صرت أنا وياكلنا عندنا عشرة مقاعد بينما أنا فعليا فائز بثلاثة عشر مليون صوت وانت ما جبت لسة مليون هذا الخلل اللي موجود في النظام الحالي الفائز يأخذ كل شي يخليك مجرد ما تأخذ صوت زيادة في الولاية أخذ كل مقاعدها صلاح أخذ صوت واحد زيادة ولا أخذ كل الناخبين ما تفرق يعني زي اللي حصل يعني هيلاري كانت بالعدد الناخبين المصوتين لها أكثر من ترامب بس ترامب هو اللي فاز من ستة وتسعين إلى اليوم ما فازوا الجمهوريين بأغلبية الأصوات لا مرة واحدة بس مع مين إعادة انتخاب بوش بوش على توقع الحرب أي بسبب هي وقاله بسبب سبة الحرب وحدات سبتمبر يعني سوت التفاف كبير حال الله رئيس تأييد بوش يعني بوش دخل الرئاسة وهو ضعيف لأنه راحت للمحكمة العليا وتخلطوا في متاهات كثير إلين ما أقر أنه هو الرئيس فكانت تأييده من خفض بعد 11 سبتمبر وصل فوق التسعين في المئة تأييده فكان فيه التفاف حول الرئيس وكانوا داخلين حروب وهذا ففازوا بأصوات أكثر باقي انتخابات كلها سواء فاز الجمهورية أو الديمقراطية كل واحد الأصوات الأكثر للديمقراطيين الأغلبية للديمقراطيين ويفوز بينما لما تيجي على حساب المقاعد لأنه الولاية الصغيرة كانت موزعة بين الحزبين الولاية الصغيرة هي اللي تعطيك تمييز في الانتخابات الرئاسية وفي مجلس الشيوخ طب معلش أنا لأن حسودي أفهمها الآن من يمثل المواطنين اليوم لانتخاب الرئيس اللي هم يسمونهم الديليكتز الديليكتز كم في كل ولاية مثلا إذا أخذنا نيفادا نيفادا ستة 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 يمثلون المواطنين نيفادا عدد الديليكتز خمسمية وخمسة وثلاثين في أمريكا كلها هذول الخمسمية وخمسة وثلاثين أو إذا ستة في الولاية واحدة ففي ولاية نيفادا الستة هذولا هم اللي يخترون الرئيس عن الولاية كلها فإذا قنعت الستة نمصوتولي هنا المشكلة أنت ما تقنع الستة ليش هل الرئيس يعرف منهم الستة؟ لا مو بالضرورة يقدر؟ هي الحين لفرضنا الولاية عند الستة عندنا 12 12 إذا كانت الولاية 6 مقاعد عندنا 12 ديليكتز 6 من الحزب الجمهوري و6 من الحزب الديمقراطي وإذا كان فيه مرشحين آخرين يكون كل واحد منهم مجهز 6 فالمرشح اللي يفوز بأكثر عدد أصوات من الولاية الديليكتز حقين حزبهم اللي يصوتون عن الولاية المرشح اللي يفوز بأكثر عدد أصوات في الولاية الديليكتز حقين اللي هو مختارهم هم اللي صوتون أصوات في الولاية أنه يتحدث أن يصير الرئيس يعني 34 إليما نجي في تكسس مثلا في تكسس، كانت في الانتخابات الأخيرة ل demek بايدان ضد ترامب بايدان عنده ديليكتس بعدد مقاعد تكسس وترامب عنده الديليكتس بعدد مقاعد تكسس والمواطنيين هناك انه وصورتين صالح بايدان وصالح ترامب فطلعت النتيجة النهائية جيد أن ترامب هو المتفوق في الولاية فقالوا يلا ترامب ربعنا الدليكتز هققينك عشان نرساهم المجagna بأغلبية الولاية فازة فازت رم пока اي centers انه قولت عغلبية الولاية الديلكتز هقق وهم اللي يصوتونا عن الولاية والديلكتز يولو من نفس الولاية اللي يرشههم معاً هو اللي يختار нова المواطن لا يختار بس فعليا المواطن يختار لأنه بناء على تصويت المواطن يحدد منه الديليجيت ممكن الديليجيت يغير رأيه يكون مرشح عن طريق الحزب الجمهوري طبعا الديليجيتس عادة يجون من الناس اللي شغالين جوه الحزب فترة طويلة يعني معروفين ومع ذلك لما انتقل بترامب فيه دليليجيتس رفضه يصوتون فيه دليليجيتس جمهوريين رفضه يصوتون له وام طيب وإذا أنا أنا بغاك تصوت له أنا اي 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 فيه ناس يصومونه unfaithful كم يمثل عادة الديليجيت الواحد عدد مواطن تقريبا بحدود مليون تقريبا لا أقل لأنه عندنا تختلف الحزب بسبب مجلس الشيوخ لأنه عندنا سكان أمريكا 350 مليون وعندنا 535 دليجيت قسمها ويطلع بس أنه تختلف كثير ترى يعني الولايات الصغيرة يعني متكلم عن وايومينج وايومينج سكانها 700 ألف عندها ثلاثة 700 ألف ينبثلهم ثلاثة كاليفورنيا سكانها أعتقد 50 مليون يمثلهم 55 ففي فروقات كبيرة بسبب لأنه مجلس الشيوخ لأنه إذا كان الولايات لها عضو واحد في مجلس النواب هذا دليل ثلاث مجلس الشيوخ صارها ثلاثة الولايات الصغيرة يصد عندها عدد سكانها أقل من الحد الأدنى للتمثيل في مجلس النواب بس لازم يعطونها عضو على الأقل طيب اللي ما عنده معطاء زي دي سي دي سي لها وضع خاص دي سي معطات عدد مقاعد يساوي أقل ولاية قالوا اللي تأخذوا أقل ولاية تأخذوا دي سي فعندها ثلاثة بورتريكو ما عندها لنميب ولاية فقط الولايات اللي صوتون على الرئيس طيب ومن يمثلهم في التصويت على الرئيس صوتهم لا يحسب كلهم الثنتين لا دي سي عندهم ثلاثة دي سي لهم ثلاثة بينما بورتريكو لأنها ما هي ولاية ما لهم ما لهم صوت لكنهم يخضعون للقانون الفيدرالي الأمريكي عجيب لو تحولوا لولاية ذيك الساعة يصير لهم وفي مطالبات لأنها تتحول برضو لأنها دموقراطية أكثر في شد و جذب كبير في الموضوع أنا ودي أعرف الآن طيب التصويت الشعبي وش لهم بيكون شكله؟ التصويت الشعبي يحسب إجمال الأصوات كل ولاية لما تعلن النتائج طيب أنه صوت عندي كذا كذا للمرشح هذا لأن عادة يكون فيه ثلاثة أربعة مرشحين بس غالبية الأصوات تروح للمرشح الحزب الجمهوري والديمقراطي ففي ناس تجمع الرقام وطلع لك النتيجة أنه هذا مجموع اللي صوته الصالح هذا وهذا مجموع اللي صوته الصالح هذا اليوم فيه تحول إلى أنهم يبغون يطالبون بتغييره من نظام مجموعة انتخابي لشعبي؟ فيه مطالبات ولكنه احتمال نجاحها يعني ضعيف جدا لماذا؟ لأنه أنت عشان تسوي هذه عندك واحد من خيارين الطريقة اللي تخطر للذهن مباشرة تعديل الدستور لأنه مستحيل تلقى تأييد عدد كافي لتغيير نظام المجموع الانتخابي لأنه الحزاب مستفيدة للنظام الحالي بدأت الحزب الجمهوري يعني الحزب الجمهوري يقولك في آخر ثمانة انتخابات ما جابت تسويط شعبي لمرة واحدة وكانت بعد حرم أنا غير نظام إذا غيرت النظام خلاص صار مستحيل يفوز رئيس من عندي بس إذا صار أغلبية الشيوخ والنواب ديمقراطيين فيقدرون يمشون قانون ولا؟ لازم ثلاثة أربعة الولايات ثلثين متى صارت ثلثين أعضاء الكونغرس من نفس الحزب أظنها ما كتصارت أبد في صعبة حتى الديمقراطيين الديمقراطيين رغم أنهم متضررين من النظام الحالي إلا أنهم يعني تخوفون من التغيير ليش؟ لأنه عندك لما تجي الانتخابات الرئاسية عندك عشر ولايات اثنى عشر ولاية هي السوينغ ستيتس هي اللي يصيد عليها الصرف وعليها التركيز وعندهم معا الدراسات وخبرة وناس تعرف كيف تشغل في الولايات هذه تجي فجأة حسني تقول لي لازم أروح يصوي في تيكسس مشكلة يا أخي ولي في كاليفورنيا مصاريف زيادة وشغله زيادة وحسن زيادة لا خلنا علينا عرفه حصل طيب من يأثر على الآخر الناخب أو المنتخب؟ طريق ذو اتجاهين يعني كل الأثنين يأثرون على بعض لأنه عادة السياسي يشي يسوي المرشح يشوف الناخبين يشوفون ياخذها ويحسن فيها أو يضيف عليها من وجهة نظره بعدين يرجع حاول يبيعها على الناخبين مرة ثانية انتخبوني عشان أسوي كده فالأساس جاي من الناخبين ولكنهم مع إضافات السياسي واحيانا السياسي يحاول يقنع الناخبين بتوجهات جديدة إذا نجح صوته ولو إذا ما نجح خسر في الانتخابات طيب إذا جئنا ناخذ قضايا كثيرة ودي أعرف كيف أصلا صارت تحولت من قضية إلى قانون أو من قضية فعلا تعتقد أنها تهم الشارع إلى أنها ما قدروا أنهم سنون عليها قانون في مثلا زي الأسلحة يعني رؤسها يعني أوباما وتوقع بايدن أنهم مع تقنين السلاح الأمريكا متضررة جدا يعني في القتل يعني فهم متضررون من أكثر الدول في العالم اللي تحصل فيها حوادث قتل بالسلاح ومع ذلك ما قدروا أنهم يسنوا قانون لتقنين السلاح مولي منع حتى فقط تقنينه الإشكالية هنا تيجي من اللي يسمونهم ناخبين قضية الواحدة هذول النوع من الناخبين يهتم شيء واحد بس ما يصوت اللي بناعنا عليه وهذول أكثرهم تلقاهم يا مهتمين من قضية السلاح يا بقضية الإجحاض فالحزب الجبهوري قرر في فترة من الفترات أنه الناخبين القضية الواحدة هذول أنا لازم أستقطبهم لأنه ما يكلفوني شيء أنا لما أرضيك بموضوع السلاح لأنه أنا في أي قضية في أي قضية راح أتخذ فيها موقف فيه ناس بترضى عن الموقف هذا بتصوت لي وفيه ناس بتزعل بتصوت ضدي بسبة الموقف هذا هذول الناس ما يزعلون لأنه ما يهمهم أي شيء ثاني فنعطيهم ليبون في السلاح ويصوتون لي وخلاص فالحزب الجمهوري تبنى القضية هذه وأعطاهم كل ما يريدونه بفترة طويلة فعشان كده في أي جميع الدراسات حقا الرأي العام اللي تمت في أمريكا خلال العقودة الأخيرة تؤكد أنه الأغلبية تريد التقنية في تكسس حاليا يعني فيه قانون يقول يسمونه الكونستيوشنال كاري أنه أي واحد يحقله يروح يشترم سدة ويحطه في شيبه ويطلع ولا حد يدرك ألمه بدون رخصة بدون أي شيء ثمانين بالمئة من التكسس ضد الشيء هذا يقولك لا لابد من بعض القوانين لابد من بعض التنظيمات بس لأنه الأقلية اللي تبي كل شيء مفتوح يعني لها ثق لها وما تراعي أي شيء ثاني فصاروا يحققون أصوات يعني لما يجي أنا مثلا أنا ممكن أكون ضد موضوع إطلاق الأسلحة أرى أنه لابد أنه من التقنين وعندي اثنين مرشحين أبختار واحد منهم الموضوع هذا يعني على قائمة أولوياتي متأخر فأشوف فلان هذا المرشح هذا أنا عاجبني برنامجه الاقتصادي عاجبني توجهاته الاجتماعية بس مو بعاجبني أسلاح ما عليش تصوت له هذولي لا معي موضوع أسلاح أصوت له مو معي ما أصوت له فتلقى أني فتلقى المعارضين لإطلاق حق الشراء وتداول الأسلحة التداول وحمل الأسلحة يصوتون لسالح مرشحين ضد توجههم في الموضوع هذا لأنه عنده ما شيء ثاني أهم فهذا اللي يخلي الموضوع هذا ياخذ زخم كبير رغم الأغلبية ورغم الحكومات المتعاقبة ورغم كل شيء إلا أنه من ثلاثين سنة أول قانون يصدر فيه تحجيم للموضوع هذا اللي صدر قبل كم شهر اللي هو يعني القانون صدر بعد حادثة المدرسة اللي صارت في يوفالدي في تكساس يعني القانون يعني ما سوى اللي يبونه اللي المطالبين بالتقنين ولكنه خطى خطوة في الاتجاه هذا يعني مثلاً فيه اللي عندهم اللي يسمونها الريد فلاغ لوز الريد فلاغ لوز أنه يكون فيه قانون عند الولاية إذا الشخص هذا عنده سلاح وظهر ما يثير الشبه فيه أنه مثلاً عنده خلال نفسي أو عصبي أو عنده مشكلة معينة يحق للولاية تسحب تصريحه حمل السلاح هذا فيه مطالبات أنه يفرض القانون هذا القانون يصدر ما يفرض الشيء هذا ولكنه يشجع الولايات عن طريق تقديم تمويل إذا صرت القانون هذا أنا بتحمل تكلفة تطبيقه هذا بالنسبة للأسلحة الإجهاض الإجهاض نفس الفكرة الإجهاض عندك طبعاً في تفاوت في رؤية الناس الموضوع الإجهاض يعني في من يرى أنه لابد أنه يكون حق مطلق تماماً للمرأة وفي من يرى لابد أنه لا نحط يعني بعض الإشتراطات مثلاً أنه بعد في الثلثة الأخيرة أن الحامل يمنع الإجهاض أو بعد الأسبوع الخمسطاعش يمنع الإجهاض وبعضهم يرى لابد أنه يكون التجديد أكثر أنه يمنع الإجهاض تماماً إلا باستثناءات معينة وبعضهم يقول لا منع مطلق اللي يرون منع مطلق واللي يرون أنه لابد أنه الاستثناءات تكون محدودة هذولي أقلية ولكنهم يسقطون بناءً على الموضوع هذا حصرياً زيهم زي حقين السلاح والحزب الجمهوري متبني موقفهم ومتبني من زمان حقين الإجهاض يعني لما صدر حكم الدبس هذا الحكم الأخير في كثير تفاجأ ولكنهم لا يعرفون يعني يحسبون أنه الحملة هذه بدأت مثلاً العام لأهم لهم ثلاثين سنة يحاولون يسقون الشيء هذا ويخسرون توهم يقدرون يحققونها الحين بعد ثلاثين سنة من الشغل لأنه نفس قضية السلاح برضو الناس اللي تريد إطلاق حق المرأة في الإجهاض ترى أنه الموضوع هذا استقر خلاص في حكم المحكمة العولية يعني ما حد يقدر يسترق قانون ضده وفي الأمر مستحيل يتغير التغيير مستحيل فما يهمني فممكن أصوت لأشخاص يريدون منع الإجهاض لأن يتوافق معهم في قضايا أخرى بس اللي الآن حصل تغير هذا الموضوع إيه اللي حصل الآن اللي صدر الحكم اللي صدر من المحكمة العليا ما قال أن الإجهاض ممنوع قال أن الإجهاض ليس حقاً دستورياً إذا كان الإجهاض حق دستوري معنته لا يحق لأي جهة منع المرأة من الحصول عليه بس إذا كان ما هو حق دستوري يكون الأمر متروك لصوباتها بتشريعية تشرح في كل ولاية حتى الحكومة الفدرالية ممكن تشرع تشريع يطبق على كل الولايات بالإجوار بس أنه ما فيه أغلبية كافية لا للمنع ولا للسماح في الكونغرس طيب هذا بالنسبة يعني كذا نقدر نشوف كيف القضايا أنها تطلع من مكان وتأثر على الناخبين أو العكس اليوم ما مدى التأثير والاستقطاب الحزبي موجود برضو في المحكمة العليا موجود ولا نعم الأضاء المحكمة العليا يعني في بعضهم يعني مستقطبين جدا يعني يعني متطرفين في كل الاتجاهين فالاستقطاب موجود موجود في كل مكان الاستقطاب ولكنه يعني الفكرة أنه الناس الأعلى استقطابا هم أعلى صوتا فلما تشوف يعني تطلع على الصورة بشكل عام تحس أنه خلاص الناس في حرب يعني النظام جمهوري ما يزوج ديمقراطي يعني ولكنه في الواقع الفئة هذه ما تتجاوز 10-15% من الناخبين البقية عندهم الاستقطاب ولكن بدرجات أقل الأمريكا ما يحبون يتكلمون في السياسة ترى يعني لما تعيش داخل المجتمع الأمريكي من النادر أنهم يتكلمون في السياسة متحفظين في الموضوع هذا لأنه يوجع راس أنا ممكن يكون عندي آران تختلف معها من عدتها وشأنه إياك من أداعي خلق خلق أرأيلي خلق أرأيك لكم بس ما في الحدية في العلاقة بين الطرفين بالشكل اللي يظهر يعني قبل فترة صدر كتاب مبني على دراسة دراسة معمقة صارت مع الناس وحدده والنسبة بالضبط أنت 15% اللي مهتمين بشأن لا اللي مستقطبين لدرجة العداء أنه ما يتجاوزون 15% بينما البقية استقطابهم أقل يعني حتى أذكر مثال لفت انتباهي كتير لأنه كان دقيق يقول لما نسأل الجمهوريين عن رأيهم في أحداث 6 يناير لما تسأله هذا يكون هو أول سؤال مباشرة يقول لك لا هذا شيء عادي المفروض لا يسر فيه محاكمات بس لا تدخل معه عن مدخل هذا ادخل معه مدخل الكلام عن الشغب ابد من حياة السود مهمة لما تبد من حياة السود مهمة هذه جريمة وهذا تخريب والناس هذين المفروضين العاكمة طيب والكونغرس إيه صح حتى هذون يلاسف تعاكمون ففيها نظرية دفاعية إلى حد ما ولكنه إذا جد الجد الاستقطاب ما هو بالدرجة هذه يعني سياسيا في السلوك السياسي عالي ولكنه في السلوك الاجتماعي أني ممكن أقاطع شخص لمجرد أنه يميني أو لمجرد أنه يساري حدتها في المجتمع عقل كثيرا طيب ما هو أثر الإعلام على هذا الاستقطاب أو على الناخب أو المنتخب شوف العلاقة بين الإعلام والناخب زي العلاقة بين السياسي والناخب بطريقة ذو التجاهين يعني حنا نشوف أنه الإعلام هو اللي يوجه الناخبين ولكنه في حالات كثيرة الناخبين هم الوجهون للإعلام لأنه الإعلام في أمريكا كله إعلام تجاري يعني ما عندك إلا أعتقد الـ NPR والـ TPS وبعض الصحف المحلية في بعض الولايات تكون غير ربحية بينما الباقي كله إعلام تجاري فأنا أبي أستقطب الجمهور عشان أستقطب الجمهور يجب أن يقول لهم اللي يبون فهو موهو بيقود الناس هو يقول للناس يبونه عشان يتابعونه طبعا بدرجة ما موهو بنسبة 100% للذكر يعلم عندنا سابقا ما كان فيه لفوكس نيوز هي اليمينية من القنوات الإخبارية المتخصصة طلعت قناتين إخبارية جدد اللي هي أمريكا وان ونيوز ماكس لما جت قضية انتخابات 2020 في فترة من الفترات فوكس نيوز حاولت تنسح بشوي من تأييد طرقات ترامب مباشرة الجمهور تحول منها للقنوات هذه تركوها على طول فهي ميبهي اللي توجههم هي تقول لهم اللي يبونه عشان يتابعونها ونفس الكلام ينطبق على السين إنه على المسن بي سي سواء في الوسط وفي اليسار فكثيرا من توجهات الإعلام هي أصلا انعكاس لتوجهات الفئة اللي الإعلام هذه خطبها أكثر مما هي إنه مم يقودون الفئة هذه فيه تأثير ولكنه ما هو بالشكل يعني ما هو مية في المية يعني يمكن عشرين في المية طب ما مدى تأثير الدول الخارجية على الناخ ضعيف ضعيف يعني حتى الأمريكان اللي من أصول غير أمريكية ولاهم عالي لأمريكا يهموا مصالح دولة الأم خصوصا إذا كان يعني مهاجر من الجيل الأول يعني أولي مهاجر تلقوا غالبا يهموا مصالح دولة الأم بدرجة أو بأخرى ولكنهم الغالبية ما هو مية في المية طبعا ولكن الغالبية لا ولاهم لأمريكا أولا يعني ما عنده ولاية خارجية هل في أي قانون يمنع تدخل السلطة على التجارة؟ السلطة بأي من أشكال السلطات أي القانون يسمح يعني يسمح للسلطة بالتدخل في التجارة في حدود معينة يعني مثلا عندك قانون اللي هو التنفسية منع الاحتكار هذا يسمح للسلطة أنها تدخل وتدخل في أشياء كثيرة مثلا لما تجي شركتين يبيندمجون ممكن الحكومة تقول لا ما يحق لكم الاندماج لأنه هذا يبي قلل الخيارات أمام الزبون بتجي مثلا حماية البيئة السلطة تدخل من الباب هذا يعني لها مداخل معينة ولكنه ليس مطلق الأساس أن السوق حر طب كيف نقدر نفسر اللي صار مع ترامب وإجبار تيك توك على أي واحدة من الشركات أنها تشتريها الأمريكية؟ لأنه تيك توك ما هي شركة أمريكية تيك توك شركة صينية فقالك بتشتغل في السوق الأمريكي لازم يكون المالك أمريكي لأنه أنت قاعد تأخذ معلومات حيوية من داخل أمريكا وهذا شيء غير مريح لنا من ناحية أمنية فبالتالي لا بد أن يكون مالك الشركة الأمريكية ولكنه لأنه هذا لا يستند على أساس قانوني قوي ما تمت العملية طب والعكس جوجل وآبل ومنع الشركات الأمريكية من العمل في الصين هذا اللي مانعتهم الصين مو بأمريكا لا لا أمريكا ممنوع من أي شركة أمريكية أنها تشغل في أي جهاز صيني أو توقع هواوي 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 لأنه هذا جانب أمني وترى ما كان إجبار للشركات كان من اختيار اختيار؟ إيه يعني الحكومة طلبت من الشركات الشيء هذا والشركات استجابت مو بإجبار إيه أعتقد أنه صدر قرار يعني بجزئيات معينة ولكنه في النهاية أنت تابع للحكومة الأمريكية لأشياء الأمنية يعني الحكومة لا تتدخل كثيرا بعلاقتك مع زبونك داخل أمريكا لكن لما تكون خارج أمريكا يكون فيها درجة من درجات التدخل لأسباب أمنية لأنه لما تدخل في موضوع الأمن الوطني طبعا تختلف ترجمة بين أمن وطني أو أمن قومي اللي النشنة السكيراتي لما تتصل موضوع هذا ترفع كثير من المحظورات يعني في حدود كثيرة تكسر حفاظ للأمن وهذه تكون بسلطة الحكومة الفدرالية اللي هو السلطة التنفيذية نعم السلطة التنفيذية السلطة التشريعية يعني قد تصدر القوانين يعني السلطة التنفيذية ليش تقدر تدخل بحجة الأمن لأنه فيه قوانين صادرة من الكونغرس تقول الكلام هذا فهو المرجعية الأصلية التشريع اللي صادرة من الكونغرس ولكنه التنفيذ المستمر عن طريق الحكومة الفدرالية الحكومة الفدرالية هي الجهاز التنفيذي هم اللي تقول الشيء هذا وجوجل ترى تقدر ببساطة تحول تسجيلها من أمريكا لأي دولة ثانية ولكنها مات بي مصلحتها في البقاء في أمريكا بس أنه يعني أثار استغرابي اللي هو سالفت قدرة الحكومة على التدخل في الشأن الخاص في أمريك لأنك لما توصل عند الأمن يصير فيه استثناءات دائما في كل مكان في الدنيا وأمريكا من أقل الدول استثناءا لموضوع الأمن يعني أذكر قبل فترة صارت قضية كان فيها قضية في المحكمة قضية جناية ففيه جوال آيفون فيه الدليل موجود جواه فالف بي آي ما هو قادر يفتح الجوال فطلب من أبل قال لا تفتحون ليه بس شي اللي لمت لو حق ثلاث محاولات أعتقده عشر محاولات في قفل شي اللي لمت هذا خلني حاول براحتي وأنا بفتحه ورفضته وطلع كلام كبير أنه يعني لابد أنه يتم يجبارهم ولابد أن يجبارهم عشان تجبرهم لابد أن تصدر قانون جديد ما صدر القانون والموضوع كتم علي بدون أنه أبل صووها من تحت التحد طلع عضو من الكونغرس على فكرة قال لي ليش ليش تضجه يعني من تحت التحد نسوي مورها خلاص طيب اليوم ودي أعرف في جانب اللي هو في جانب التدخلات والعلاقات الدول الخارجية أو حتى في علاقة الشركات ما أنه مفتحنا سالفة جوجل وأبل وغيرها دائماً هذه تثار ويثار محاها سالفة اللي هي اللوبيات طيب فإنه كل أحد قادر على التأثير وفي ناس تعتقد أنه هذه المكان المؤثر والأساسي لكل ما يطلع اليوم على السلطة سواء من قوانين والمتشريعات والمنقرارات وغيرها فوش أصلاً هذه اللوبيات؟ اللوبيات هي عبارة عن شركات متخصصة في المجال هذا يتم الاستعانة فيها من قبل أصحاب البصالح لتبرير مصالحهم طبعاً هذه تعتبر بالنسبة عند الأمريكان ترى السلوك طبيعي ما يعتبرون خلل أو مشكلة ويرون أنه قد يكون نفوذ الأثرياء أكثر من اللازم ولكنه الفكرة الأساسية أنك أنت النظام الديمقراطي المفروض أن يحقق مصالحة أكبر عدد من الناس طبعاً الناس كيف يتحقق مصالحها عن طريق اللوبيينج فهذه الشركات تحاول أنها تستميل أعضاء الكونغرس أنهم يصدرون قوانين توافق اللي هم يبونه أو يوقفون إصدار قوانين تعارض اللي هم يبونه عن طريق العلاقة أو يعني ربط مع أعضاء الكونغرس وعن طريق التبرعات أني أنا أتبرع الحملتك الانتخابية بس لازم تسويلي لينا بي وهذه شكلها الاعتباري تكون شركة؟ في شركات متخصصة في بعض الشركات الكبرى لا أنا عندي موظفين أنا جاي باللوبيينج أقيني يموظفهم عندي يشتغلون عندي ويسوون اللوبيينج حقي وبعض الشركات لا تتعاقد في شركات متخصصة في اللوبيينج تروح تتعاقد معها وهم يسوون لهم اللوبيينج وغالبية اللي يشتغلون في شركات اللوبيينج أعضاء سابقين في الكونغرس سواء كان عضو منتخب أو كان موظف مع أحد الأعضاء المنتخبين وهذه الشركات ووضع هذا الستوري؟ إيه قانوني تماماً الشي الوحيد اللي فيه مشكلة أنه ما يتعاقدهم مع غير أمريكي في اللوبيينج بس للأمريكان غير الأمريكان لأنه غير الأمريكي ممنوع أنه يتبرع الحملات الانتخابية يتعتبر جريمة فبالتالي ما يقدر يضغط على أعضاء الكونغرس عن طريق التبرعات أنه سوي لي كده وتبرع لك تبرع الحملات الانتخابية الدول الأخرى ما تقدر تسوي الشي هذا ولكنها تقدر تتعاقد مع شركات علاقات عامة بحيث أن الشركات هذه تحاول تسويق رؤية الدولة هذه وتحقيق بصالحها هذا يعتبر قانوني ونظامي ولكنه القانون ينص أنه الشركة اللي توقع عقد من هذا النوع لازم بد أنها تسجل عند وزارة الخارجية يسمونه وكيل أجنبي أنك أنت وكيل الدولة الفلانية لازم يكون بسجل وفي ناس حكموا وصدرت عليهم عقوبات لأنهم وقعوا تفقيات من هذا النوع وما سجلوها ومتى نشأت فكرة اللوبيات على السياق الأمريكي؟ من زمان قديمة الفكرة ومرت بمراحل كثيرة فهي ما هي شي طارق موجودة من زمان وموجودة في كل الدول ليس بس في أمريكا كل الديمقراطيات فيها اللوبيات بس لأن أمريكا هي الأكبر واللي عليها تركيز العالم فكل شي فيها مهما كان صغير يكون بارز يعني نتكلم على قضية زواج الشواث لما صدر الحكم أيام أوباما الناس كانت تتخيل أنه هذا يعني قمة قمة الاتجاه الفعالية أن أمريكا من آخر الدول اللي قررت السماح بزواج الشواث من ضمن الدول اللي تسمح يعني كان تعتبر إذا اعتبرنا أنه هذا تقدم تعتبر أمريكا متأخرة هي آخره بس لأنه هي تركيز عليها وكل شيء يحدث فيها يعني يضخم فكثير من الناس أعتقد أنه هذا الشيء موجود فقط في أمريكا ولا موجود في كل الديمقراطيات وش أشهر اللوبيات الموجودة اليوم في أمريكا؟ أشهر اللوبيات عندك اللوبي الإسرائيلي واللوبي السلاح يعني تمثلوا عندك اللوبي شركات الأدوية عندك اللوبي شركات التقنية عندك اللوبي شركات البترول هذه يمكن هي أشهر اللوبيات واللوبي شدين هذه يمكن أشهر اللوبيات وأكبرها وفي كثير طيب لما تقول اللوبي الإسرائيلي وبرضو أحيانا يقولون اللوبي الإيراني لما ييجي في سياق أنه اللوبي العربي والسعودي غير نافذ وشلون في اللوبيات خارجية إذا أنا أقول لك اللوبي الإسرائيلي مكون من أمريكان وليس من الإسرائيليين أمريكان يهود أمريكان يهود يشتغلون بأموال أمريكية وليس بأموال يهودية يعني ما يخذون شيء من إسرائيل ولكنه هدفهم دعم إسرائيل في الثقافة الأمريكية في تأييد كبير لإسرائيل أصلا من عند المواطنين فمن السهل أنك تروج هذا التأييد عند المرشحين السياسيين وهم يجون للمرشح يقول لك شف أنا ما لي علاقة في أي شيء تسوي أنا لي علاقة في قضايا إسرائيل أنت تدعم إسرائيل في المواطنين طلباتها أنا أعطيك الحد الأقصى من التبرعات ما تدعم إسرائيل أنا أشتغل ضدك فقريش أنا سوليتي وهذا الشيء عليه رضا شعبي فعشان كذا تمشي أمور إسرائيل بسهولة اللوبي الإيراني ترى ما هو قوي بالشكل أن نتخيله ولكنه في عدد كبير من المهاجرين الإيرانيين اللي استقروا وخذوا الجنسيات الأمريكية وبقوا هناك ويشتغلون في مراكز الأبحاث وفي الجامعات وفي كذا فلهم تأثير إعلامي وثقافي أكثر من تأثير اللوبي السعودي ولكن فعليا ترى اللوبي السعودي قوي جدا يعني السعودية أنت لما تشوف في الإعلام صورتها ماي كويسة صورتها عند رجل الشارع مهزوزة ولكن انظروا العلاقات الأمريكية من الثمانين سنة إلى اليوم تجد مصالح السعودية كلها قاعدة تتحقق كل شيء تبي السعودي من أمريكا قاعدة تأخذه بشكل أو بآخر هذا نجاح كبير فمنعاته لو بناجح وما هو فاشل أنا ما يهمني صورتي في الإعلامي أخي خلهم يسبون على كيفهم مدام مصالح متحققة الأشياء اللي أنا أبغى تعاون مع أمريكا فيها قاعدة تتمشي وتتم ما لي قال باقي ما يهمني فما تقدر تقول إنه فاشل هم أجمل شكلا وأنا أكثر فعالية اللوبيات تؤثر على المشرع أو على الناخب؟ لا على المنتخب اللوبي شغلة المشرع ما لا علاقة مع الناخبين العلاقات العامة ممكن أنت تجي تقول أنا بتعاقد مع بتجي للشركة وتقول أنا بغاكم تحسنون صورتي سواء كنت عن دولة شركة منظمة أبغاكم تحسنون صورتي عند الناس فيبدون يسأولك شغلة على بحيث أنه كده ممكن تقول أنا هم من الحكومة أبغى أحسن علاقتي وأمشي مصالحي مع الحكومة فأبغى نتجاه هذا ما حققت إن اللوبيات ذات أثر فاعل في صناعة القرار الأمريكي نعم هي ذات أثر فاعل هي لا تتحكم القرار لكن تأثيرها قوي على الداخل والخارج؟ نعم وهم يهتمون بالداخل أكثر يعني زي اللوبي الإسرائيلي يهتم بالخارج زي اللوبي الإيراني يهتم بالخارج ولكنه الغالب على الداخل أكثر لأنهم يهمهم التشريعات اللي يتخدم مصالحهم مثلا شركات البترول تبغى تفتح الاستكشاف في الشواطن تبغى تفتح الاستكشاف في ألاسكا فتحاول تضغط على تشريعات زي كذا كل شركة وكل منظمة أحيانا يكون فيه اتحادات اتحاد مصنعي السجاد هذولي يجتمعون فيما بينه وبعض يشكلوا اللوبي واحد يمثل مصالحهم كلهم وكلهم يعني يتوازعون كلفته واللوبي هذا يشتغل صالحهم ولهم كثير من القوانين وبعض الكلمات كثير من الكلمات اللي يلقيها أعضاء الكونغرس داخل صالة الكونغرس اللي كاتبينها اللوبيس لأنه يجي يقول له يا أخي أنا عندي أبغاك أنت وعدتني إثناء الانتخابات لما كنت أتبرع لكنك تمشي لي الموضوع الفلاني طيب نبغاك تشتغل فيها لا يقول له لا يكتب لي الخطاب كنوع من أني أشيل حمل من موظفيني ورميع عليهم يعني عضو الكونغرس ما يعتبروا أنه مومو كتبولوا الخطاب أجبروه عليه ولا لا لا سهلولي شاء لو عني يحمل الموضوع هذا وهذا ما يرى في المشهد الأمريكي لأنه طبيعي يعتبر طبيعي جدا ما يعتبر اختراق لا 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 لأنه في قوانين تنظم لشيء هذا وهذه كلها شيء منطبقة على قوانين ما فيها خلب بالنسبة إذا برجع لنقطة الكونغرس هل نقدر نشوف يعني فكرة أن الشيوخ يميلون للقضايا الخارجية الأمريكية والنواب للقضايا الداخلية صحيح؟ ما هو بالضرورة ولكن الشيوخ لأنه ماذا ما قلت لك سلطة الشيخ أعلى من سلطة عضو مجلس النواب واستمراريته في المجلس أطول يعني عضو مجلس النواب لما ينجح في الانتخابات مرتين أربعة سنين مضو مجلس الشيوخ 12 سنة الاستراتيجية أكثر من الأمور الوقتية بينما النواب نظرتهم لأمور الوقتية لأنه كل سنتين عندهم انتخابات كل سنتين عندهم انتخابات فهمه دائما محلي حق إن الشيوخ أروق بعد يعني حتى لما تسمع مثلا البارزين في البلد لما يستدعيهم مجلس الشيوخ يتناقشون معهم والنواب يقول يخي لما تروح للنواب تقوم عجلين شوخ لا لا تاتا نقعد عادنا اللي عندك لا وش بعد لأنه امتدادهم أطول وسلطتهم أعلى وهذا ينطبق على الأمور الخارجية أكثر والنواب والشيوخ يعاد انتخابهم إلى أن ما فيه ما فيه حد معي فيه آراء تقول أنه لازم يصدر فيه تحديد ولكن حاليا ما فيه متى حدد الرئيس؟ الرئيس حدد بعد FDR روزفلد في الحربة العالمية لأنه كان عرف أنه الرئيس ما يترشح إلى الفترتين بس إلين جاء تيدي روزفلد في 1900 بداية القرن العشرين وعدهم أنا رشح مرة ثانية بس ما رح ترشح مرة ثالثة فعلا ترشح وفاز يوم جاء المرة الثانية قال ما ترشح فرفض الحزب يرشحه فقام ترشح عندما تريك حزب ثاني وخسر فقالوا خلاص إلي ماشي إلين جاء اللي هو فرانك روزفلد حق العربة العالمية رشح نفسه ربع مرات وفاز ما طلع من يعني من البيت لا بيض الميت ما طلع رئيس بها صدر تعديل إنه لا فترتين فأصبح أصبح دستور في الدستور إنه فقط فترتين قبل كذا كان يعني عرف طيب يعني والله أمريكا يعني فيها من التعقيد الكثير يعني وأنا أقرأ وتابع لو تلقى يعني بس لا يزال فيه ناس كثير يشوفون إنها متأخرة دمقراطيا عن بقية الدول وإنه الأشكال الدمقراطية والحكومات في في أوروب إنها أكثر تطورة إنها أكثر تقدم منها في أمريكا وإمريكا لا تزال تشتغل على شكل قديم جدا بدءا من كثير من الأشياء التي تكلمنا فيها إلى أجهزة الانتخاب إلى يعني كيف أنها تكون بدائية إلى حد ما فكيف تشوف هذا راجع لسببين السبب الأول صعوبة تغيير الدستور صعوبة تعديل الدستور يعني في فرنسا عندهم كل فترة يعيدون كتابة الدستور بالكامل بشكل دوري يعني مقرر بينما في أمريكا لا يعني في أمريكا في 250 سنة ما صدر لـ 28 تعديل يعني 27 تعديل ومنهم عشرة اللي هي وثيقة الحقوق هذه صدرت مع الدستور وعتمدت الدستور بعدين على طول سؤوت على العشرة هذه وعتمدت فتغيير الدستور صعب فبالتالي عندهم الجمود أعلى هذه وحدة الثاني أمريكا أكثر محافظة من أوروبا وأكثر محافظة بكثير فلذلك كثير من اللي يقولون الكلام هذا ينظرون لموضوع التقدمية أنها هي الجيدة والمحافظة هي السيئة فيرون أن أوروبا أكثر تقدمية إذن أوروبا أحسن وأكثر تطور هذه النظرية أنا لا أتفق معها كونك محافظ ما يعني أنك أنك سيئة ولا أن يكون تخلف أنا أرى أنه هذا الشيء أفضل وما أن الأغلبية ترى وخلاص يستمر المشكلة لا يوجد أغلبية عندهم في كثير من الأشياء أو أن الأغلبية لا يمثلون هم عندهم ترى الأغلبية لا يمثلون في انتخابات الرئاسة فقط بينها في البقية وإذا افترضنا أن الرئاسة هي أهم وأبرز الرئاسة لا تشرع وحتى لو تناظر هناك إجماع على المجمع الانتخابي أنه اللي يفوز بالنظام الحالي هو الرئيس فبالتالي مدام هناك إجماع حتى لو كان فيه خلل في موضوع من اللي جاء أصوات أكثر خلاص الأغلبية مقرة بالنظام هذا وراضية فيه ما يحق لك تقول أنه هذا والله الرئيس غير شرعي أو هذه نظام متخلف أبرضي فيه كيفهم لا يعتقد حفظ الله يحيي شكرا جزي الله يسلمك شكرا لك شكرا لكم والشكر كذلك لعمر العمران وإيمان الحمادي في إعداد هذه الحلقة وخف الكاميرات ياسر الغانم مدير التصوير هادي مأمون وفي الهندسة الصوتية محمد الحسن وفي تحرير هذه الحلقة عدي عيسى وإنتاج صالح باسلامة هذا فنجان أحد من تجهة شركة تمالي للنشر والتوزيع لنشر كل الإنتاج بحب من مدينة الرياض الأسبوع المقبل ألقاكم ترجمة نانسي قنقر شكرا لكم